ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لعوامل نانسي قنقر 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 عن الشوارع الرئيسية قلنا يجب أن لا تقل مسافة عن 200 متر وأن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاءها على قطعة الأرض بزافة لا تقل عن 500 متر وعن المنشآت اللي ينتج عنها مدوثات غازية أو غبار زي مثلا المنشآت الإسمنتية أو الإدهانات مرات بيكون مركبين فيها مفاعلات الرزن فممكن تطلع ملوثات هذه يجب أن تكون بعيدة عنها بعض المعاصر بتشتغل بطريقة أن يكون في عندها زي كومباوند متكامل فبترتقي أن يكون في إلها أو جواتها محطات وقود حتى إذا ارتأت ذلك فمحطة الوقود يجب أن تكون أوكي يقف محيط الأرض ولكن بعيدة عن هنقر العصر أو هنقر المعصرة 200 متر على الأقل طبعا مرة تانية وهذه الشغلة المطاطة اللي دائما في قوانيننا أو في أنظمتنا أو في تشريعاتنا اللي هو سماحية التجاوز بحطوا لجنة عشان سماحية التجاوز نحن إيش بنعمل؟ نتعامل مع قديش مسموحي أتجاوز وكي فبالصفي الأساس هو بالتجاوز ومش العكس طبعا يسمح بتجاوز 10% مع الأخذ بعين اعتبار اتجاه الرياح السائدة في المنطقة فيما يخص طبعا عملية العصر رح نتولاها بالحكي لكن منتجات أو مخلفات العصر في النهاية حيطلع معي زيت زيتون حيطلع معاي الجفت اللي هي الجزء الصلب من الزيت اللي هو الجزء اللحمية والبذرة أوكي؟ وبعض الأوراق اللي أو التويكز اللي نفدت معاي أثناء العصر هدولا كلها المخلفات المسميها أحنا مخلفات الصلبة وبالإضافة في عندي أنا مخلفات السائلة اللي هو مياه الزيبر اللي هي المياه الناتجة عن المعصر هذه المياه يجب أن تجمع في حفر أوكي؟ فبرضو في عندي اشتراطات خاصة لحفر التجميع اللي هما أنه يكون الحفر مصمطة ما بتسمحش بالتسييب أو التسريب وخصوصا التسريب للأراضي يعني إحنا نقاف على الأرض الزراعية أو على التوبوغرافي بتاعة الخواص بتاعة التربة إنه يصير فيه عندنا دمج أو دمار علشان الغطاء النباتي فإذن يشترط بإنشاء حفرتين في المعصرة عن كل حفرة عن كل خط إنتاجي طاقة واحد طن في الساعة الحفرة قديش بتكون؟ بتتكون ستين متر مكعب لكل خط إنتاجي وبالتالي إذا أنا بدي أضيف خط إنتاجي آخر بتكون في عندي حفرة إضافية عن كل خط إنتاجي طاقة واحد طن في الساعة لما نقول إحنا مصمطة معناته غير نفادة والجدران اسمنتية الجوانب كاملة مع أسفلها أما السقف فهو مصقوف بإسمنت أو غطاء معدني محكم ويجب أن يكون هناك فتحات تهوية بأبعاد كافية لسهولة عملية التنظيف الدوري لها ولازم يكون في عندي برنامج للتنظيف الدوري ساحة الجفت برضه عندي شروط على ساحة الجفت اللي هي كلمة الجفت اللي هم المخلفات الصلبة من عملية العصر اللي هي الكرشت بذرق مع اللحمية اللي طلعت من حبة الزيت يعني أنا بأخذ الزيت والبائس الكيك نسميها أو الكيك بيست اللي طالع معي هذه اللي هي الصلبة اللي هم الجفت هذا اللي يجمعه في ساحة ساحة الجفت يجب أن لا تقل عن 200 متر مربع لكل خط طاقة الإنتاجية 1 طن في الساعة وأن لا يقل عن 500 متر مربع في حال أن الطاقة الإنتاجية المعصرة كانت أكثر ذلك ساحة الجفت يجب أن تكون أيضاً مسمطة ماذا نعني مسمطة؟ سمنتية أو معبدة وغير نفاذة أجين ليش غير نفاذة؟ ما من أن أثر على التوبوغرفي تاعة البيئة إلا توربة وما من أن أثر على الغطاء النباتي ولا من أن ننقل أمراض الغطاء النباتي أن تكون محاطة بالسور بارتفاع لا يقل عن مترين وأن يتم تجميع مياه الزبار الناجمة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفرة المسمطة الخاصة لذلك من خلال عمل خط تصريف المياه أو قناة مغلقة بذلك شوية أو أفعند هذه النقطة بمعنى أن أقولت نظام عصر ثنائي أو ثلاثي أنظمة العصر لزيت الزيتون نظام العصر الثنائي الثلاثي الثلاثي بيطلع لي الجفت بيطلع لي مية الزبار بيطلع لي الزيت لحال الثنائي بيطلع المخلفات والزيت أوكي فالزيت بيطلع المخلفات اللي هو الجفت بيطلع معه جزء كبير من المية أوكي بتطلع برطبة عالية طبعاً أكتر كفاءة في عمليات العصر فإذا كان النظام عندي ثنائي والجفت بيطلع فيه مي فيجب أن يكون هناك آلية ميكانيكية ما تسحب هذه المي باتجاه حفر المية الزبار اللي تكلمنا عليها طبعاً تنفيذ الحفر والإشراف عليها وإقرارها بأنها ملائمة ولا غير يجب أن تكون من مكتب هندسي معتمد وحالياً صاروا يقولوا مكتب هندسي معتمد أي علشان يقدر أنه يقول أنه الحفر ملائمة وساحة الجفت ملائمة وموافية للشروط قبل أنه يتم تصديق على تشغيل المحصرة التخلص من مياه الزبار المجتمعة في الحفر مصمطة يجب أن يكون إلى مكب النفايات ومكب النفايات يجب أن يكون مرخص وأثناء موسم العصر في مدة أقصاها شهر بعد انتهاء الموسم ما يمنع أنه يكون أكتر من ذلك ثم يجب أن يكون هناك مكب نفايات مرخص بهذه العملية تطرح المخلفات السائلة والصلبة عن عصر الزيتون أثناء وبعد العصر في مجاري السيول والأودي أو عدم طرح سوريا لا يطرح عدم طرح المخلفات السائلة والصلبة عن عصر الزيتون في مجاري السيول وهذه واحدة من الأسباب اللي بتخليني ليش عندها اختيار المعصرة ما تكون ضمن أو قريبة من السيول الأودي لأنه واحدة من أهم الملوثات البيئية اللي هي مخلفات المعاصر الزيتون المواد البوليفينولية الراكدة في المي هي تعتبر مضرة بيئية للغطاء النباتي والبيئي وبالتالي لا يجب تحت أي ضرف عملية المكاب في المجاري أو في الشبكات الصرف المياه يجوز إنشاء محطة معالجة مياه الزيبار يعني فيه توجه إنه كون في عنا محطات معالجة لكن لحد هلأ ما في عنا محطات معالجة مياه الزيبار صارت دراسات قبل هيكي إنه استخدام مية مياه الزيبار بالزراع ما تكنتش النتائج مبشرة فيه توجه الآن إنه يتم عملية يكون في عنا محطة لمعالجة مياه الزيبار واستفادة منه طبعا فيه room of improvement وفي عنا مساحة جيدة البيوتكنولوجي واحدة من الوسائل أو من الماجيك سوليوشنز اللي ممكن استخدامها أو توظيفها لعملية المعالجة اللي هو المايكرو أورغانيزم أو الإنزيمات أو الأحياء الدقيقة اللي ممكن إنها تشتغل بعملية التحليل للاستفادة من أو العملية المعالجة لهذه المياه التخلص من جفت أثناء موسم العصر في مدة أقصها ستة أسابيع بعد انتهاء موسم العصر بطريقة آمنة بيئيا نحن هذه اشتراطاتنا المنظمة من قبل وزارة الزراعة والمتوافقة مع الاشتراطات المنشآت الزراعة المنشآت الغذائية يجب أن يتم تخلص منه بطريقة آمنة بيئيا من خلال طرحه في الأماكن مخصصة له أو إعادة استخدامه بطريقة لا تضر البيئة والصحة العامة طبعا هو يستخدم لوقود معاصر حاليا بتارتأت انه تدخل للوقود الحيوي وتستخدمه تستفيد منه بدل ما تروح لديزل أو الوقود المعدني فقدامها وقود حيوي ممكن انها تستخدمه بطريقة كفوة أكثر يجب أن يكون هناك كاتولوج أو نشرة فنية تبين الطاقة الإنتاجية لخط أو قطوط الإنتاج المرات تشغيلها لأنه بناء على هذا الكلام منحدد قديش ساعة المعصرة يجب أن تكون إذا أضفنا قطوط أخرى في جزئية أو كلية مثلا مكبس جديد فراز جديدة بدي أنا أنتبه للتوسعة اللازمة والتوسعة الملائمة في حفر هذه نقطة مهمة في حفر الزبار وساحات الجف هذه مرات يتم أنه الواحد بيحط ساحات الزبار والجف بعدين بصير يجيب وقت ما بده مكبس وقت ما بده عصف الرازي وقت ما بده بجيب خط إنتاجي كامل مننا ننتبه لهذه النقطة نفس الشيء فيما يخص النقل طيب الشروط الصحية نتحكها اللي بنحكي عنها في تصميم الداخلي جو المعصرة إيش لازم نعمل في جو المعصرة يجب أن تكون مرتبة بطريقة تتسلسل مع العمليات يعني أنا بدي أكون في عندي حوض استقبال الزيتون وبالتالي بعدين بدي أجرشه فمعناته الجروش بده تكون موصولة على الخط هلأ المعاصر صارت تيجي جاذب بحيث إنه تيجي هي مسلسلة حسب طبيعة اللعبليات مباشرة أوكي؟ ما لم فإنت بدك ترتبها بطريقة إنك تكون متسلسلة متسلسلة العملية من الاستقبال لحد النهائي بيسوا بإما أني أنا دخلت للتسلسل تتخيلوا معي الطريقة أنا بستقبل ثمار الزيتون في حض ثم بنقل ثمار الزيتون هادي إلى الجرش وبالتالي بد يكون في عندي ناقل يودي ليها على مطحنة المطحنة ممكن شواكيش ممكن ديسكات بتكسر اللحمة أوكي؟ وبتحطمها بتعملها كراشنج سريع أوكي؟ طبعاً ممكن الواحد يقول طيب إذا ارتفعت الحرارة الطحن نتيجة التلامس مع هذا والشير ميكسينج أوكي؟ برفع الحرارة فالزمن عندي ما حيوفر هاي الخاصية يعني لأن العملية سريعة الزيت بدخل بتكسر أوكي؟ ثم بطلع مباشرة من المطحنة طبعاً في قبل المطحنة في عندي عمليتين أنا ننسيتهم مش عارف إذا تجاوزتهم سهواً الأولى اللي هي مجرد ما يطلع الزيت الثمار الزيتون وكي قبل ما يروح للمطحنة بتعرض لشفاط بياخد الورق والتويكز علشان ما يأثر على المنتج داعي بعدين بدخل للمغسلة بنتغسل ثمار الزيتون من المغسلة بنرفع للمطحنة فسمحوني أو للجاروشة ممكن اللفظ يستخدم جاروشة فسمحوني على هاي الجزئية ثم بينزل مكسر للعجان أو المالكجر هناك بيبدأ ينعمل عملية العجن بالتقليب الخلطات متنوعة وكتير عندي الخلطات عمودية على هوريزنتل على شفرات متعامدة على شفرات لولبية لآخرة هون الهدف تاعي إني أنا بقلب الزيتون تقليب من فوق لتحت هذه العملية بتخليني أجمع درات قطرات الزيت وعبدأ أفصلها عن اللحمة وعن البذرة بعد هيك هون كتير عملية حساسة وهلأ هنشوف إنه واحدة من النقاط الحرجة جدا اللي هي بتأثر على جودة الزيت مباشرة في هذا المكان ثم تنقل لعملية الفصل ما بين الجزء الصل والزيت أوكي فبطلع عندي الجفت وهذه الديكانتر أوكي والمكبس بحول الزيت للفرازة اللي أتخلص من العلائق أو الدقائق اللي دايبة من المي أو اللي بتكون موجودة من المي في الزيت وبعد هيكي بطلع معي الزيت نقيم هلأ هاي العملية بالتسلسل هذا بدها تمشي فبتمشي معي من الحوض لا الشفاط الأوراق لا المغسلة أو الغسالة أو حوض الغسل لا الجروشة لا المالكجر لا الديكانتر ثم الفرازة ثم بدو يروح إما لمستودعات الزيت أو لتنك الزيت أوكي أو لتنك الزيت ثم مستودعات الزيت حسب الآلية اللي بترتقيها المعصرة وضمن الاشتراطات الرقابية اللي بتكون موجودة أو بتضبط عملية العسل هلأ هذا الانسياب بسهل علي عملية حركة المنتج يجب أن تكون المنشأة من الداخل مصمما كمان بتسهل حركة العامل اللي بدو يتابع هذه الخطوات كليتها من الاستقبال حتى عمليات العصر وبدها تكون الأرضية مناسبة لتحمل هذه خطوط الانتاج وتقدر تتحمل الضغط أو الثقل بتاعها والهزهزة اللي بدها تصير وأيضا في نفس الوقت بدها تكون ملائمة بحيث ما تسبب تعب للعامل اللي بدو يعد فترة طويلة في أثناء الشفت قاعد بيكون في هذه العمليات وينما يجب يكون في عندي عزل وفصل ما بين المدخل والمخرج وبين أجزاء التصنيع الانتاجية للمعصرة يجب أن يكون هناك عزل كفؤ فعال في إنجاز الفكرة من العزل معناته بدو يكون هذا الألية العزل الألية كفؤة لذلك بدي أحدد أماكن الخطورة وحن نتحدث عن أماكن الخطورة لو قدام لما نشوف العوامل اللي بدأتر على الزيت تحديد أماكن الخطورة ليه بهمني ليه ضروري أقول أنا يجب أن أحددهم قبل ما أبدأ بعملية التصميم الداخلي لأنه عملية التحديد أماكن خطورة بيخليني أعرف إيش الاشتراطات التي يجب اتخاذها عند كل جزئية من هذه الأماكن أوكي يعني مثلاً لو قلنا إنه هنا في عندي خطورة من التلامس المباشر مع الناس بحيث أني ممكن أضر المنتج وبتالي لازم يكون في عندي إيفاشن سيبريشن سيستم يعزيلي هذه المنطقة وما يسمحش بالمرور لا الناس فيها وهكذا تقليل المسافات سير المنتج تحديد اتجاه سير الأفراد داخل المصنع أو المعصرة أو المنشأة تقليل تقييد الحركة العشوائية وتوفير وسائل التطهير وهلأ طبعاً إحنا معناش سابقاً المعاصر ما منحكي عن التعقيم أوكي والتطهير زي ما منحكي مثلاً عن منصة مصنع لبن أو منشأة عصير أو آيسي كريم أو هذه المنشآت اللي فيها تلوث جرثومي وارد أنه يصير أو يعتبر أنه عالية الخطورة لكن هلأ مع وضع كورونا فصار في ضرورة لوجود المطهيرات حتى لضمان الناس نفسهم أو أو صحة الناس في عندي نقطة كاتبها بالأحمر أوكي واحدة من الاشتراطات اللازمة في تصميمنا الداخلي للمنشأة اللي تضمن اللي هي الحد من الزيارات هلأ عندنا استثناء فيما يخص معاصر الزيتون اللي هي البني آدم اللي جاي يعصر بده يشوف زيته والبني آدم اللي باعصر بيشوف زيته هو وعيلته وبالتالي يعني ما بقدرش أحيد أوكي وجود الشخص لما بتم عملية العصر ولكن بحدد في أي جزئية من أو في أي مفصل من المفاصل بده يكون هذا الشخص مع المرافقة بتاعه تانكس جاد واحدة من الأشياء الإيجابية أو اللي طلعت من قصة كورونا أنه حددت هذا الموضوع إجباراً ومع ذلك هو لساته منتفلت ولكن حددته إجباراً ولكن نفهم شغلي أنه هذا الموضوع إحنا ما بنقدرش لحيده على الأقل على الأقل لحين بناء ثقافة الجودة أوكي وجودة المنتج وبالتالي بدأت المعصرة تحدد وين بده هذا الشخص يجلس لاستقبال زيته كم حدا بده يدخل معه وين بدهم يعمل ويتقيدوا بالاشتراطات التي لا تؤذي المنتج ولا تؤذي المنتج الآخرين وبالتالي منحدد المكان اللي بيقعدوا فيه متى يتواجدوا أوكي الفترة اللي بدهم يتواجدوا فيها يجب أن تتوفر غرف لغيار تغيير الملابس ودورات الصحية الملائمة لعدد العمال الآن اشتراطات خاصة هذه اشتراطات عامة في المنشآت خصوصا طب شو نعمل في معصرة المواد الداخلة في إنشاء مبنى معصرة مواد إنشائية غير ضارة السقف أم لاس سهل التنظيف يجب أن يكون محكمة غلاق فبعملوا الهنجر بطريقة إنه ما فيش عندي شقوق ملساء وبالتالي سهل عندي إني أن أنظفها المواد المصنعة منها مش بتسبب ضرر للمنتج بتاعي أو بتتآكل بتنزل في المنتج بتاعي الجدران الداخلية صالة الإنتاج أو الصالة الإنتاجية بتاعتي بدأ تكون مبلطة في الاشتراطات وزارة الزراعة كاتمين بلاط صيني أوكي أنا ما كتبتش كلمة بلاط صيني أي شيء ممكن يعطيني نتيجة التنظيف السهل وبالتالي أنا بدي أنض بدأ تكون عندي مبلطة أو ممكن مدهونة بنوعية أوبوكسي جيد بحيث أني أضمن عملية التنظيف فيها ما فيش فيها أو خالية من الشقوق أو ما يكونش في عندي مواد ضرة أو سامة للمنتج أوكي ارتفاع التبليط بدأ يكون 2 متر إذا ارتائت التبليط إن تكون أرضية المسطحات الداخلية للمعصرة مستوية ما فيش فيها انتناءات أو تجويفات ما بتسمحش بالتجمع أو ركود الماء فيها بتسمحش بالانزلاق لاحظوا إنه نحن نحن نتعامل مع زيت وبالتالي المواد الزيتية هاي ممكن تأدي لضرر للناس إنه يصير انزلاق أوكي فبيتم مرات واحدة من الأكشنز اللي ممكن أنا تصير إنه أرضية المعصرة بتنعمل بأوبوكسي مرشوش عليه بسيط من الرمل حتى يعطي شوية احتكاك وبالتالي ما يكون أملساً غير مصر للماء والرطوبة وميلها جيد بحيث يسمح الميل هذا بذهاب المياه إلى المناهل والمناهل طبعاً بيكون عنديها مغلقة بشبك وإلى آخرها لم نحكي فيها نحكي على الأرضيات شروط الخاصة بالأرضيات غير منفدة ما فيهاش كسور أو شقوق أنا حاطط لكم معصرتين معصرة الأولى فيها لو تركزوا الشقوق على الأرضيات هذه بدها تكون مغلقة بمعصرة الثانية إغلاق كامل أوكي صلبة كافية لتحمل الضغوط والحركة هذه مهمة لأنه مع الاتزازات بصير في عندي هبوط في الأرض وبالتالي أنا رح أخلق خلل ممكن يكون سبب للتلوث إذا عندي مختبر بد يكون برضو مصنع أرضيته والبنشات بتاعته من مواد تسمح أو تقاوم الكيمويات سهل التنظيف والتطهير مقاوم الانزلاق زوايا الانتقاء دائرية وليست قائمة زوايا الانتقاء الحيط مع الحيط والبنل مع الأرض هدول يجب أن يكون بطريقة مائلة حتى تسمح لعملية التنظيف وعدم تجمع الغبرة أو الآفات فيها زائد طبعا الاشترافات المياه الحيطان أو الجدران مقاوم الحريق سهلة التنظيف والتطهير زوايا الانتقاء فيها دائرية ما فيها فراغات إذا كانت أنا عندي حوائط تركيب ولونها فاتح حتى يبين لي أنه فيه تلوذ أو أسخ والتالي يظل عندي إجراءات تنظيف مستمرة لو كانت غامئ حباهم حالي أنه ينظيف ارتفاعها يجب أن يكون مناسب عازلة للحرارة متى ما لزم فيها فتحات تهوية والأوناش اللي تستخدم أو الرافعات اللي تستخدم لا تؤدي للتلوث وهذا معناته أنه الرافعات اللي بدا تشتغل فيه الداخل المعصرة أو الهنجر بدا تكون هايدروليك أوكي ويمنع أو أوناش تشتغل بالكهرباء ويمنع الأوناش الديزل المواسير إذا وجدت يجب أن تتميز ممكن نلجأ للتمييز اللوني بحيث نميزها لهادي مواسير مواسير إمدادات إيش بالزبط التمديدات الصحية أو شبكة تصريف وشبكة مياه شبكة تصريف المياه العادة وشبكة مياه الشرب والتمديدات الكهربائية كل إيئتها بتكون صحيحة ومميزة لونيا علشان أعرف الشغل عليها وتراعي الشراطات السلامة العامة مناهي الأرضيات يجب أن تكون مغلقة بالكامل دكتورة ماي نعم ستي لا لا بسيطة مناهي الأرضيات بدها تكون مغلقة المعصرة لازم يكون فيها مياه كافية من مياه الشرب أثناء موسم تشغيل هنا نقطة أنه مرات بتكون المياه غير كافية وبالتالي يتم اللجوء أنه لشراء مياه شرب أو مياه من مصادر أو تنكات مياه سواء كانت مياه سلطة أو أنت اشتريتها يجب جميعها أنها توافق اشتراطات مياه الشرب إذا اشتريت أنت تنكات مي التنك بده يكون مصرح لاستخدامه لنقل مياه الشرب السائق يجب أن يكون مع شهادة صحية لأنه لائق لنقل مياه صالحة للشرب ويجب يكون عندي آليات ضبط للمياه المستقبل البناء برضو أو الهنجر بده يكون مزود بإنارة والتهوية الكافية وفي عندي اشتراطات للإنارة سنتحدث عنها لما نوصل على الإنارة الأبواب إحكام للأبواب مرات يكون صعب عملية الإحكام أو الإغلاق فمنا يكون في عنا ضبط لعملية المرور وخصوصا أنه بعض الناس ما بتتجاوب بتفوت بسيارتها لجول هنجر فهذا يجب أن يكون هناك أكسس كنترول واضح من قبل المعصرة لمنع هذه السلوكيات يجب أن تكون سهلة التنظيف والتطهير ومتى ما لازم يكون في عندي فواصل ما بين الأقسام وما فيها الشقوق أو مساحات تدقل منها الحشرات والآفات ويجب أن تكون سهلة التنظيف فيما يخص النوافة بدها تكون مغلقة أو عليها شباك منخلي بحيث تمنع دخول الآفات ما فيش فيها بروز من داخل أو الخارج حتى تسمح عملية التنظيف لا يقل ارتفاع عن 2 متر وائد زجاج المستخدم يجب أن يكون مقاوم للكسر وخصوصا إذا كانت المناطق اللي فيها النوافد أو الزجاج مقابل أو مقارب للعملية الانتاجية حتى لا نسمح بالتلوث الزجاج يجب أن يكون أو تتخذ المعصرة سياسات خاصة فيما يخص اللي هي سياسة ضبط أو سياسة الزجاج لضبط التلوث بالكسر ويجب أن يكون هناك صيانة دورية وعدم فراغات الإضاءة الإضاءة إرتفاعها يكون ملائم للعمل ما تعمل إعاقة أو تشويش لا الرؤية مقاوم الكسر والانفجار خصوصا إذا كانت الإضاءة جاي في مناطق مفتوحة زي مثلا عند المغسلة أو عند المرات بعض الخلطات بتكون مفتوحة فبناء ننتبه لهذه النقطة فبدا تكون دائما مغطاة بمادة مقاومة للكسر بحيث إذا انفجرت بسبب آخر تكون محاطة بهذه المادة وبالتالي ما بنزل عندي أي شيء من أنواع الكسر سهل عملية التنظيف بتاعتها قريبا نوعا ما منذ الطبيع حتى ما تعمل إعياء للعامل في عندي اشتراطات لشدة الإضاءة تعتمد هذه الاشتراطات على المكان اللي تستخدم فيه فمثلا مكان التخزين بكفيني 110 للكس بينما مناطق الإنتاج وخصوصا إذا عندي أنا إنتاج مكشوف للعاملين يعني العاملين بدهم يشتغلوا أوكي في منطقة مفتوحة ضمن مراقبتهم فبدا تكون بطريقة مش عالية كتير بحيث أن تجهد النظر ولواطي جدا بحيث أنه مع الواحد يشوف إذا فيه أي خلال عندي فـ 220 لكس كافية في المناطق اللي عندها انسبكشن تفتيش أوكي ضوئي بيكون تركيز الإضاءة 540 على النقطة التفتيش اللي بدور عليها مش المحيط كاملا هادي إمتى بلجأ لها بلجأ لها إذا كنت أنا بدي عبي بزجاج ومطلوب أعمل انسبكشن باي آي نيكد آي أوكي إذا فيه عندي أي تلوث في زي زي هاي مثلا الصورة هنا بالزجاج بدي أنا بيكون فيه عندي الضوح 540 لكس حتى أقدر أشوف إذا كانت فيه عندي تلوث فيزيائي شوائب في داخل هذه الزجاجة يجب يعطيك العافية دكتور ماذا بالنسبة للصورة لبعد ذرع المقاطعة إذا فيه مجال تعطينا عشر دقائق استراحة الصلاة تمام أوكي طعم إذن نحن نكمل بعد استراحة الصلاة ومعنا عشر دقائق وعودة لاحقة يعطيكم العافية كنا بالاشتراطات وستيل إحنا نحكي إيش لازم يكون فيه عندي بالمعصرة فوقفنا هناك توفير لصندوق إصعاف أولي هنا فيه لما نحكي إحنا على GMB أو إشراطات الممارسات الصحية الجيدة الممارسات الجيدة في التصنيع فيما يخص هذه الجزئية مهم جدا نعرف إنه إحنا ما منا أي إساءة استخدام لأي شيء محتمل إنه يساء استخدامه فيجب أن يكون هناك صندوق إصعافات ولكن شرط إنه صندوق الإصعافات يجب أن يكون محكم الوصول إليه المفتاح مع حدا إذا كان عام فهو يكون فيه الأشياء البسيطة ولكن يمنع فيه أدوية زي مثلا إحبوب مغس أدوية الآخرة هذا يكون مسكر عليها لكي لا يصير إساءة استخدامات يمكن شوية صغيرة بالمعصرة أو بالشغل الزيتون ما فيش خوف بإنه يكون عندي تلوث فيزيائي بالجرح الواسق والجروح وإلى آخر وبالتالي هون ما بتشددش فيها أوكي لازم يكون فيه عندي طفايات طفايات الحريق موزعة بحيث إنه سهل الوصول إلها في حال لا سمح الله صارت عندي مشكلة وأنواع طفايات الحروق بدي يكون فيه عندي طفايات حروق عامة وإنه طبيعة المنتج هيك بتقول وطفايات حروق للنيران اللي قد تشتعل بفعل كهرباء فبدا تكون واحدة اللي هو عام كان مركبات فيها واحدة إذا كان الحريق نتيجة شرط كهربي فإنها تكون هي ملائمة وبدأ تكون هي نفسها خصوصا هاي الطفايات حيث إنه ما تنفجر لما بصير عنا شرط كهربي فبدا تكون هي نفسها محمية بذلك وكذلك يجب أن يكون هناك مصائد كافية لمكافحة الأفات أو الحشرات في المعصرة بافترض إنه لأنه ما غيرتش إشي بالشير إنه واضح للجميع فهل هناك استراطات لغرف الاستراحة الجواب يس حاولت ألاقي واحد واحدة لابسين فرهولات أزرق ما سعفنيش بصراحة الوقت يعني أنا حضرتها بطريقة سريعة إنه ما مقدرت ملقيتش فرهولات بنية أو زرقة أو كحلي زي ما يستخدموها في المعاصر فاعتبروا إنه إحنا بننلبس بهذا الشكل باع إنه محال يجب أن يكون هناك غرف استراحة كافية للزبائن والعمل هلأ بسبب الجائحة كورونا مساحات أو استراحات الزبائن أغلقت علشان ما يصير إقتضاد للناس ويشربوا قهوة وشاي والآخر فهذه وقفت الحالة بلا جائحة كورونا إلزام يكون عندي غرفة استراحة للزبائن لكن مع الجائحة صار في عنا جامبنج على هذا الاشتراح لأنه إحنا من نقلل حدوث الاقتضاد أو التجمع السكاني الممكن يخلق عندي كارثة وبيع فإذا افترضنا أنه الاستراحة استلقى للزبائن فبتتكون جهاز بطاولة وكراسي بعدد كافي وطبعا إذا كان في عندي توفير مياه وشرب لإلهم فهنا بدي أدخل عنها في الاشتراطات الخاصة للأغذية المقدمة بحيث أني أضمن أني ما أقدم غذاء أو مشروب دار بالصحة يجب يجب أن يكون هناك غرف لتغيير ملابس العمال أدي عدد الغرف يعتمد على عدد الكادر اللي بيكون فيه وبدو يكون مجهزة بخزائن كافي لذلك وخزائن تغيير العمال ليست خزائن حفظ مواد الغذائية فيجب الانتباه إلى هذه النقطة ماذا يجب أن تكون هناك أشياء موفرة خصوصا في المعاصر اللي هي الملابس الواقية من أفرهول غطاء رأس حداء سلامة قفزات وستماعات الحفظ لأنه أثناء عملية أو التشغيل المعصرة يكون في عندي نويز سمعي أو مؤدي للسمع وبالتالي لازم يكون في عندي واقيات سمع هل هناك اشتراطات للعاملين في المعاصر الجواب نعم نفس الاشتراطات للعاملين في أي منشأة غذائية أخرى لازم يكون في عندي كل العاملين في المعصرة لائقين صحيا كيف دعرف أنه لائق صحي يجب أن يكون حاصل على شهادة خلو أمراض وهذا الكشف الصحي أو هاي الشهادة يجب أن تجدد كل يعطي عينة ويتم الفحص العينة ثم العرض السريري لهذا المريض أو الكشف الطبي للمريض ثم إعطاء الشهادة في حال عندي أنا الإصابات يجب التنويه أو الإبلاغ عنها ويجب أنه كون يعني أنا ما شفتها صراحة كثيرة أنه يكون في عندي طبيب خاص للعاملين يجي بكل فترة وآخرة إن وجد فبدو يكون في عندي سجلات تثبت هذا الكلام الشغلة المهمة إنه إذا كانت هناك حالات مرضية خصوصا الحالة اللي إحنا فيها مثلا اللي هو ارتفاع حرارة أو شك بوجود الفيروس كورونا بالإضافة لحالات مرضية خاصة اللي هي الصديد من الأنف أو الأذن أو من العين أو تقرحات جروح أو التهابات رئوية أو التهابات كبد أو التهابات الفيروسية معينة يجب التبليغ عنها مباشرة ولا يجب العامل أنه يداوم طول ما هذه الأعراض موجودة لحين كشف على حاله عند الطبيب وأثبت أنه خالي أو تم التعافي أو الشفاء من هذا الأمراض يجب يجب أن يكون للعاملين وسائل تنظيف وتطهير ملائم وموفرة دائما لضمان سلامة الأيدي واللباس والسلوكيات الأخرى العامل يجب أن يدخل في دورات أو في ورشات تأهيلية تعلموا السلوك الشخصي السليم والابتعاد في المقابل عن السلوك السلبي اللي قد يسبب ضرر أو تلوث للغذاء من أهمها مثلا اللي هي أين تذهب الأيدي بتاعتنا في ناس عندهم هوا يضل إيديهم براسهم يحكوا أو يلعبوا بخصل أو إيديهم بالأنف أو بالحلق أو البسق أو السيال وبالنظف في إيديه إلى آخر هذه السلوكيات يدرب حاله إيش السلوك الصحيح إيش السلوك الخاطئ ويجب أن تكون عنده لوائح رجالية تذكره دائما أنه هناك شيء ممنوع يجب الابتعاد عنه الغسل لا يدي بالماء والصابون ومطهرات قبل وبعد العمل وفي عندي اشتراط لآلية الغسل ملابس العمل يلتزم فيها وإلها اشتراطات بحيث إنما تكون هي نفسها سبب تلوث وبالتالي بدي أضمن أنه ما تكونش فيها مثلا أزرار قد يفلت زر ممكن يخرب لماكنة أو يعتبر شائبة تدخل في قلب المنتج ما يكونش في عندي جوب خارجية تسمح إنها تسقط في الخلاط أو في الحوض إلى آخر هذه النقطة بتخليني أوقف شوي إنه ممكن أني أضبط العامل عشان هيك منقول إحنا إذا أنت بدك تسمح لصاحب الزيت يدخل فهل أنت ضامن إنه قاعد بنحني علشان يشوف المنتج بتاعه وإيش بصير عليه الأشياء اللي بتكون بجيبته العلوية تتساقط أو تنزل في هذا المنتج هل تقدر إذا اعتباره ارتداء القفزات وغطاء الشعر الأقنعة القناعة اللحية ارتداء يمنع أدوات الزينة المجوهرات والحلي كلها تمنع أي ممارسات شخصية زي لأن حكيت أمثلتها الآن يجب أن تكون تمنع الاستعمال الصحي السليم لدورات المياه برضه يجب أن يتم تعليم الموظف وضع دلائل إرشادية لذلك تجنب الأكل ومشروب أثناء العمل منع التدخين والعلكة تماما أثناء العمل هذه نقطة من لقيها كتير بمعاصرنا خصوصا الفنيين بيكون قاعد عند الماكنة فرف طروحه وإيده السجارة والقهوة فمن ننتبه أنه هاي من الأشياء الممنوعة يجب أن تكون هناك محطات ملائمة للدخان إذا سمحنا بالتدخين ولا شرب الشاي بالقهوة إذا سمحنا لذلك بفترات استراحة خاصة وليس في فترات العمل تحت أي ظرف العاملين نفسه ممكن يكونوا سبب تلوث وبالتالي ممكن ينقلوا لبكتيريا غيروس تفايل علموا أم يعلموا وبالتالي العامل يجب أو لازم تعلم الموظف بتاعك أنك أنت ممكن تكون سبب نقل غذاء حتى لو كنت ما تقصد ممكن تكون سبب للنقل سواء كان لما أنت بتمرض أو لما بيكون عندك بصور على أيدي أو دمامل وتروح تمسكها بعدين إيدك في المنتج أو الشعر أو إذا في ضمضات فوق الجروح ولي آخر هذه كلية يجب أن تعارف أنك قد تسبب تلوث لهذا لغسيل الأيدي سهل الوصول له لازم يكون في عندي صابون غسيل الأسئلة كلية تتسجل وتأخذ في الآخر فما في انقطاع حلا سنكمل طرق تشفي في الأيدي سواء كان بمنديل جافة ويمنع استخدام المنديل القماش أو النسيج فقط ورقي أو هوى معقمات هوى ولكن أنا أفضلش اللي هي المجففات الهوى لأنه ممكن يصير في عندي تناثر لسائل فيفضل التشفيف أولا ثم ما إذا بدك ترجع على الهواعد كيف بنغسل أول شيء بد يكون في عندنا تدليك بالماء الدافئ طبعا هذه العملية يجب أن تأخذ معك من 20 إلى 25 ثانية وبالتالي إذا أنت صاحب معصرة أو أنت ضابط جودي في معصرة بدك تحاول تتعلم موظفك كيف يغسل في أقل شيء 20 إلى 25 ثانية هلأ عصفورين بحجر وضع كورونا برضو لازم تغسل إيديك حوالين 20 ثانية على الأقل وبالتالي يجب أن تتعلم كيف آلية الغسل الصحيحة آلية الغسل الصحيحة تبليل الأيدي بالماء الدافئ ثم نحط صابون بعدين الغسل كاملا مع بين الأضافر ثم بحركة البال مع بعضه أو الكافين ثم التجويف اللي جاي مع الإبهام خلخلط الأيدي كاملا هنا أنا ببدأ أعد كيف العد واحد وأنا بقول واحد بقول 22 في عقلي 22 هاي كلمة 22 وعشرين ثانية أوكي فإذا واحد في عقلي بقول 22 22 3 4 مش 1 2 3 4 5 أوكي هلأ هنا علشان أنا أعلم كيف العامل بتاعي بدي يقعد 20 ثانية يغسل إيدي بعد هيك بعد الفرق بنغسل بالماء الدافئ ثم من بنمسح إيدينا بماء بالنديل جاف إذا الحنفية بتاعتي مش أوتوميتد مش برمجة أوتوماتيكيا تفتح لما حط الإيد أو تفتح بالكوع أو بالقدم أو في عندها عين سحرية تقولك إنه في حدا هنا فبتروح تفتح ممكن يدوي فبدك تنتبه إنه لما تيجي إنت إذا كانت يدوية بدك تيجي تسكرها ممكن رجعت نقلت التلوث اللي كان في الحنفية لا إلك وبالتالي بدك تتعلم إنه تسحب منديل ورقي تسكر الحنفية ثم تلقي في منديل ورقي لسلة إنه متى تغسل الإيدين بعد استخدام الدورة الميانة بعد ما تفوت حمام بعد ما تسعل بعد ما تعاطس بعد ما تدقن بعد ما تأكل تشرب بعد ما تنظف الاستراحة قبل ما ترتدي الكفوف إذا لمست الحيوانات زي الحيوانات الحراسة أوكي تعاملت مع القمامة أو المخلفات بشكل عام لمست المعدات والأدوات المتصقة هذه كلهيتها بعدها يجب أن تغسل الإيدين نغسل الإيدين ثم من روح التعقيم مرات كتير بطريقة خاطئة بيعتقدوا إنه خلص ما أنا عقمت ومرات حتى بتشوفوا على المعقمات لا داعي لغسل اليدين هيك منلاقي مرات بنا ننتبه لنقطة كتير مهمة إنه غسل الإيد بقيمة اللود الأكبر من الجرافيم والملوثات اللي متكون موجودة وبالتالي لما أنا بحط المعقم بصفي في عندي أنا لود قليل يشتغل عليه هذا المطهر وبالتالي بيأملك الجرافيم بينما لو كنت كانت إيديك وسخه وحطيت أنت المطهر ما رح يكون كافي لا بكميته ولا بوقته إنه يدي على كافة الجرافيم هذه نقطة النقطة التانية الأوساخ اللي بتكون موجودة على الإيد ممكن تعمل طبقة عزل بين المنظف وبين الأيدي وبالتالي ما استفدنا شيء منه غير نوع طريحة جيد إذا كان معطر أوكي؟ وبالتالي مطهرات الأيدي يجب بعد أنا أكون بعد التغسير الأضافر تمنع أوكي؟ لا تحت أي ظرف ما بصير البس كافي وخبي أضافري الأضافر ممنوعة ويجب بصها علشان أنا أضمن أنه ما استفع عندي تلوث فيزيائي منها وتلوث جرثومي برده بالجروح والقطوع والقروح يجب أنه يتبليغ عنها خصوصاً إذا كانت فيها التهابات صددية كان ولابد معناته بتجتم تضميضها ثم يتم لبس قفاز أثناء عملية في ناس أو منشآت بتستخدم سياسة بسموها سياسة البلاستر اللي هي بتحدد اللون بحي تكون لون البلاستر مش مشابه للون المادة الغذائية اللي بنتجوا فيها لكن هذا الكلام نتب لكبل أو ما في داعي إله في المعاصر لبس العمال طبعاً نظيف مش مصدر تلوث مع قبعة مع وأي شيء فيه حلي أو شرشيب أو الآخرة هذا يومنا هذه الأمراض اللي احنا قلنا من نبلغ عنها اللي هي منخولة بالغذاء زي البتايتس A والإيقولاي والسلمونيلا والشيجيلا ونورفايروس إذا ثبت المريض إنه عنده واحدة من هدول يجب أن يتم التبليغ مباشرة لصاحب المعصرة حتى إنه يعطيه إجازة عدم دوامه أو أو إذا بيشغله بيشتغل في مكان لا يلامس فيه المنتج بطريقة مباشرة يعني ممكن يكتب مثلا في شغل الكتبة بعيدا ممكن بالتوضيب لل أو الأعمال اللوجستية اللي ممكن تكون موجودة في المعصرة لكن أي تعامل مع المنتج الغذائي ممنوع كوفيد برضو يجب التبليغ فيه لأنه هذه حالة وبائية مش أنا مش الأصل فيها حماية المنتج ولكن حماية الصنف البشري إذا أنا استعملت كلمة صنف الدورات المياه يجب أن يكون هناك دورات مياه صحية للعاملين والزبائن بعدد كافي وإلها اشتراطات فيما يخص طبليط جدران حتى يسمح بالتنظيف لإلها إنه يكون في عندي حفرة مصمطة للتجمع النفايات إذا ما كانتش نازلة على الصرف مباشرة بدي أضمن فيها التهوية والعزل والدخلش الهوى بتاعها باتجاه صلاة الإنتاج سهلة التنظيف والتطهير بد يكون في برنامج تنظيف يومي مرتين أو أكتر وبد يكون كنترول وفي عندي تفتيش على هذه الحمامات المناشف طبعا لازم تكون ورقية تكلمنا عن هذا الكلام لازم يكون عندي قدر الإمكان الوسائل زي المقابض والآخرة ما تكونش موجودة تسمح مثلا الباب بأنك تدخل عن طريق القوع حتى ما يكون مصدر التلوث ولكن هذا مش من الأشياء اللي بتكون متاحة فإذا ما كانش متاح بدك تلاقي آلية تضمن فيها عدم التلوث تراكم مياه والصرف الجيد يجب أنك أنت تضمنه من ضمن الاشتراطات ويجب توفر مياه فارد حاني ماذا عن المستودعات؟ المستودعات يجب أن تكون كافية من ساحاتها مهوى جيدا تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمعصرة مستوعبة لزيت الزيتون اللي بدو يطلع فيه عندي مستودعات خاصة للعبوات الفارغة بدأتكون مغلقة بحيث أنه ما نضمن أنه دخول أي آفات إلها الاشتراطات بتقول يجب استخدام الطبالي الخشبية أو البلاستيكية الاشتراطات الصحية أو المرسات الجيدة في التصنيع لا تفضل الطبالي الخشبية وخصوصا للناس اللي بيشتقلوا ضمن سياسة القشب عشان يمنعوا التلوث بالقشب ونفس مواد الخشب تأخذ رطوبة أكتر تساعد على العفن تساعد على وجود الآفات لكن اشتراطاتنا اللي كاتبين لياها أنه استخدم طبالي الخشبية إذا سمحنا بذلك فيجب أن يكون هناك آلية لعملية الطبطة والاشراف على عملية التنظيف بتاعها ومن ضمن عمليات التفتيش على المعصرة بدو يكون في عندي تفتيش على الطبليات بحيث أني أضمن ما فيه أو تلوث حشري أو من الأفات فيها أو من المخازن هتكون منفصلة فمخزن مثلا الأوعية بدو يكون لحال أو الأدوات لحال مستودع الزجاج لحال مستودع الزيت لحال تنكات الزيت الكبيرة لحال نمنع التلوث نسمح بتهوية المناسبة يكون فيه عندي آلية لمكافحة الأفات المنافض مغلقة جيدا راعي عملية الترتيب والترصيص وعملية الإخراج وأتأكد أنه فيه عندي سجل لمدخلات هذا المستودع من نسبة الداخل ومن نسبة الخارج كمان مستودع ممكن يكون مستودعات قطع الغيار أو مستودعات الصيانة هذا بدو يكون هو ورشة الصيانة منفصل تماما عن الصالة الإنتاجية إذا المصنع عنده طاقة إنتاجية كبيرة يستخدم تنكات الزيت يجب أن تكون تنكات الزيت من خزانات ستين لستيل المصرح للمواد الاستهلاك أو لإنتاج المواد الغذائية أو لخزن المواد الغذائية فبدي يكون من ستين لستيل 306 طبعا الحجم والعدد بتلائم مع كمية الإنتاج وحجم وغير طبعا إذا توضع في ظروف هوائية جيدة التهوية وظروف حرارة أقل من 20 درجة مئوية ويجب أن يكون هناك تفتيش على الحرارة وضمن برضو مستوى رطوبة ما يزيد عن 75% لأن حتى أضمم جودة الزيت المياه المستخدمة قلنا هي مياه الشرب وبتكون حسب مواصف القياسية 286 فإذا هي كان ماء صالح للشرب يجوز 6 إذا عندي أو المواصفة تلزم المعصرة إنه لازم يتم فحص الحموضة فبترتقي المعصرة يا بتجيب كت يا بتجيب جهاز خاص يا بيكون عندها مختبر إذا عندها مختبر فبدو يكون فيه عندي شرطات الجيدة للمختبرات بحيث يكون بنشاة مقاومة لواد الحموضة ويكون فيه عندي سجلات واضحة للمواد الكيموية اللي داخلة ويكون فيه عندي أسس تعامليات ضبط الجودة وإذا كانت كتات برضو بدو يكون معرف عليه متى دخلت الكمية ومتى بدأت فتحتها وبدو يكون فيه آلية للتحقق للنتيجة اللي بتطلع منها كمان تلزم الاشتراطات صاحب المعصرة إنه يصدر شهادة بتتحدد قديش نسبة الحموضة في الزيت وبالإضافة طبعا للبيانات الأخرى من بطاقة من اسم المعصرة الموقع من صاحب المعصرة من صاحب الزيت آسف تاريخ الزيت تاريخ نسبة الحموضة وإنها تكون التعبئة في معبوات الملائمة لذلك ولا تستخدم إذا كانت عبوات اللي هي البلاستيكية أو التنك فلا يجب استخدامها إلا لمرة واحدة فقط يعني ما فيها الاستخدام الغذائي جودة المخرجات العملية الإنتاجية برضو إنه عصر الزيت تون تأخير وبالتالي لازم يكون في عندي مواعيد مسبقة لعملية القطاف وعملية حجز الدور حتى أضمن إنه يصير في عندي تكدس وتلافل الزيت بدي أتقيد بمواعيد فتح المعصرة مش دائما تاريخ محدد لأنه تاريخ القطاف وتاريخ العصر بيعتمد على ظروف الجوية السائدة في المنطقة والتي تتغير بين عام وعام وأنتو هذا الحكي لاحظ 100% ويجب أن يكون هناك سجلات بتبين الكميات الداخلة من الزيت من الزيتون والخارجة كزيت لغيات الإحصاء وبالإضافة طبعا لتقدير كميات الزيبار لضبط هذه المادة بالنسبة للخطوط الإنتاج والمعدات بدي يكون الخطوط الإنتاج كل إيتها ومعدات بدي أراعي فيها عمليات الصيانة الدورية عمليات الإصلاح مباشرة في حالة التلف إذا في عندي أي أجزاء بتلامس الثمار أو بتلامس الزيت وما بينهما اللي هو العمليات الوسيطة يعني مثلا العجنة أوكي مثلا الزيتون المكسور أو المطحون أوكي الأجزاء اللي بدأت تكون ملامسة بدأت تكون من مواد مصرح باستخدامها في المادة الغذائية فإذا قلنا ستنستيل منقول ستنستيل 309 أوكي غير هيك ما منستعمله أوكي إذا قلنا مثلا بربيش بدأكون إشي يثبتلي إنه هذي بربيش أو خراطيم تستخدم لنقل المواد الغذائية إذا استخدمت أنا هذيوت التشحيم فبدأت تكون إذا كانت في مناطق بدأت تلامس المنتج الغذائي فمعناها بدأت استخدم شحمة غذائية وتكون من مادة آمنة إذا لامست المنتج ما تعمل ضرار للإنسان يعني بعبارة أخرى الشحوم المعدنية من نوعها إلا في المناطق اللي ما بتلامس فيها الغذاء مباشرة المنظفات مطاهرات تكون في مكان بعيد ومسرح باستخدامها إذا للخطوط الانتاجية عادة المنظفات ومطاهرات طول ما أنا في موسم التشغيل لا تستخدم ولكن باستخدم بعد ذلك العجنات يجب أن تكون مغطاة حتى أضمن عدم التلوث الفيزيائي لازم يكون في عندي صيانة دورية التنكاث المصنوعة من ستينس يجب حكينا هذا الكلام أنها تكون مصنوعة من ستينس تيل مناسب لهذا الغرض وأما التنكات التعبئة فبتتكون من صفيح ملكر يسمح بالبلاستيك ولكن بدنا نستخدم مرة واحدة فقط كل الخطوط يجب أن تكون قابلة للفك والكامل ويجب أن يكون هناك لب لعملية الصيانة الدورية والصيانة الإصلاحية وعمليات التفقد و حيث للخطوط أسطح العمل تكون مادة صحية مقاومة الخدش والتآكل وتنظف باستمرار وعندي آلية لعمليات التنظيف وسائل التنظيف وتطهير في عندي في المعاصر التنظيف أو الشطف الأولي التنظيف الجاف اللي هي نقل المخلفات مباشرة المضطفات قلنا لكم في نهايات الموسم أو البدايات تستخدم زي الصودة أوكي بعض الجزيات التنظيف في بعض القطع ممكن أن ألجأ لها لكن بدي أضمن للشطف الجيد أماكن التخزين الممنوعة في كتير ناس بيسيئوا عمليات التخزين تكون خازن عندهم طاقتها قليلة فبضطروا أنهم يخزنوا في دورات مياه أو يخزنوا في حجرات أو في غرف الصيانة أو غرف العمال أو في حجرات تجميع القمامة هذا كل ييته يمنع لازم يكون في عندي آلية خاصة لتخلص مخلفات فابدي أفهم أن مخلفات قطاع العصر اللي هي أوراق وأقصان الزيتون وهذه تجمع في أماكن مخصصة ويجب أن تكون في مكان مغلق حتى أمنع انتقال الأمراض إلى النباتات أو الأشجار الزيتون الأخرى والتلوث البيئي اللي ممكن يصير الشوالات والأكياس والشوادر تجمع بطريقة مباشرة في أماكن خاصة لها الجفت يجمع في ساحات خاصة والزبار في مياه ومصمطة بدي أحكي مثال سريع لعمليات التنظيف مثلا في عندك تنظيف يومي تنظيف أسبوعي تنظيف شهري تنظيف موسمي ففرضا في التنظيف اليومي اللي هي عمليات شط في الصلاة غسل الأرضية إذا فيه زيت بده ينشار مباشرة المجاري قنوات الصرف اللي بتكون في قلب المعصرة هذه تنظف يوميا الكفتيريا المطبخ الأحواض الغسلات تنظف يوميا الحمامات تنظف يوميا أكتر من مرة أوكي فيه مثلا العجنات تغسل بماء ساخن اللقشاط بتنظف بالفرشاة اللي هو تنظيف جاف أوكي الفلاتر بغس الممي سخنة أوكي فهذه من الأمور أو من الأمثلة اللي ممكن إنها تنحكى هذا برامج لعمليات التنظيف فيه كمان مثلا الفرازات بتتفك فك أوكي وتتنظف الفلاتر مي وصابون ثم مي ثم مي ساخن ثم هو الفرازة ممكن كل تلت كل تلت أيام مثلا إني أفك فرازة بالأبراش بتاعتها أو سكري الصفايات أوكي وأشطف صودة أضمن عملية تغسلها جيدا ثم أرجع أركب وأطلقها أو أدخلها في عمليات الإنتاج فيه مثلا مقترح أسبوعي برامج تنظيف أسبوعي اللي هي المصارف أدخل عليها الصودة الجدران أبدأ عمليات التلمية الخزنات المي ممكن أن أنظفها أسبوعي أوكي السواعق أو اللواسط التعون الأفات ممكن أنها تنظف أسبوعي فيه أشياء موسمية ممكن أن أنظفها اللي هي فك آلات المعصرة كاملا وتركيبها من أعادة من أول وجديد الصيانة على البئر الصيانة على وسطات الكهرباء مضخات إلى آخر الإبوكسي والإدهانات برضو من الأشياء التي تم صيانتها أسبوعيا تنكات الزيت مثلا اللي هي تنظيفها من الترتب عملية التنظيف لإلها اللي هي مياهة ساخنة مضغوطة بحيث أني أهم كل الرواسب ويجب أن يكون هناك تنفيق لعملية التنظيف ماذا عن المخلفات في داخل المعصرة تجمع في كياس قمامة فيها كيس مش مباشرة منها نضمن أنه ما نحطش السائل مع الصلب أوكي ومنها نضمن آلية نقلها بطريقة يومية إلى أماكن تجمع ضبط الآفات في ضبط الآفات أتحدث أنا إذا بدبط آفاتي 10% باستخدم مبيدات 90% من ضبط الآفات يكون بالصيانة وعملية التنظيف عملية الصيانة والتنظيف شو بتعمليه تمنع دخول الآفة تمنع أماكن التوالد والاختباء تتخلص من الآفة الموجودة يعني بمنعها من الدخول أصلا أوكي إذا دخلت عندي آلية للتخلص منها أوكي بإني مسمحة ما خليش عندها أكل وشرب كافي وأزيل أماكن الاختباء طيب دخلت عندي شو أعمال بدو يكون فيه عندي آلية لليلية الصواعق اللواسق أو البيت أو المصاعد من هم الآفات الآفات الطيور وهذه الشرس الآفات فيها الناجر الزيت وفي المستودعات الجردان والفقران الصراصير النمل الدباب السوس إلى آخر نيجي الآن جزئية العوامل المؤثرة على جودة الزيت المستخرج وهنا نتحدث من القطاف لحد ما إنه نوصل الزيت ممارسة القطاف الزيتون إلو أثر اقتصادي على محصول الزيت أوكي شو اللي بعمل بالقطاف بأثري على منتجي نهاي أوكي وبأثري على جودة هذا المنتج وبالتالي يجب أني أتقيد بموعد القطاف إيش موعد القطاف بحدده اللي هي الخصائص المورفولوجية للحبة أدى تلون من ثمرة ومش دائما مثلا بقول 15 عشرة لأنه أنا في عندي تغير أو climate change اللي بيصير ممكن أحدد لي موسم مثلا يكون جاف موسم في حرارة أعلى موسم بتكون في احتباس للحرارة قلة مطر وإلى آخر موعد القطف بيأثر على عملية أو موعد القطف بناء على مستوى نضج الثمرة وبأثر على جودتها وال 30% من موعد القطف وألية القطف بأثر على جودة المنتج 70% تأثير بيكون لما بعد الحصاد وفي أثناء عملية العصر والخزن نيجي هلأ على الممارسات عند القطف أول شيء تنظيف أسفل الشجرة لتسهل عملية العصر التمار بتكون الزيتون ساقط وسموه زيتون جوال هذا من نجمعها ونتلفها لأنها بتضر بجودة المنتج النهاي القطف اليدوي الأفضل ولكن بيكون الإفجنس بتاعته قليلي فبالتالي ممكن أستخدم أنا مش أو ممكن أستخدم آلات خاصة أو كي تعملي عملية القطف السريع لحبات التمار من غير ما تؤدي الشجرة وبالتالي عملية الضرب بالعصر ممنوعة يجب أن تكون مفارش صحية وجيدة وسهلة بتجمع أو بتسهلي عملية جمع التمار وبدأ تكون هي نفسها مش وسيلة تلوث مع للثمرة ممكن أستخدم السلالم السلالم المزدوجة بتسهل على القاطف أنه يقطف بطريقة جيدة هذا أشجار تحتها مشبك بيفسر لي أو بيقول لي إيش أنا لما أقول أنا الشبك حوالين الشجرة وهذه الناس بيقطف ميكانيكيا سواء كان بالأمشاط أو قطف يدوي مع السلالم المزدوجة وهذا كيف تجميع الثمار بعد هيك إلى الصناديق هوائية أو مهوى تسمح بالدخول الهوى متخلخلا ما بين التمر ومنع أكساته في النقل والخزن مرحلة حرجة إذا أسأنا استخدامها النقل يجب أن يكون بمركبات مظيفة ملائمة للتحميل مرات مننهل بكمات نائلة مثلا بيكون الخروف والبقرة والحصان ومعاي كمان الزيتونات هذا الروث أو نائلة ديزل هذا الروث أو الوقود المعدني يعتبر مؤثر مباشر على جودة الزيت الناتج بالإضافة عملية النقل يجب أن تكون بطريقة جيدة حتى لا أعمل ضرر ميكانيكي للحبة الخزن بدكون أو وضع الزيتون دكون في صناديق مهوى طولها ما يتجاوز من 50 إلى 60 سنتي حتى ما يصير عندي ضغط ويرفع درجة الحرارة تعرفوا أنه ثمرت الزيتون لساتها بتتنفس فبالتالي محيمة أكساد الزيت ومحتوى الثمرة نتجنب الشوالات والأكياس ونجنب عملية التكديس يعني إذا المزارع أجاني وحاطت شوالات على الأقل ما أكدسش فوق بعض تنسيق وقت القطاف مع العصر العصر ماكسيمم بعد القطاف في خمسة أيام المعاصر اللي بدها الزيت جيد بتعصر في خلال 24 48 ساعة تتجاوز إلى 3 أيام درجة الحرارة 25 ما تزيد رطوبة أقل من 75 وما تزيد عن 85 في حالة الإنتاج النقطة حرجة جدا اللي هي الزمن ودرجة الحرارة وأي تلو سعرضي المرحلة الأولى مرحلة النزال إلى الحوض وشفط الأوراق والأخصان الأوراق إذا لم يتم شفطها جيدا بتطلع نسبة كبيرة من الأوراق في أو بدخل في عملية الجرش ثم العجن ثم العصر وبالتالي ممكن يأثر على جودة المنتج النهائي وبالتالي إذا جاوزنا نسبة 1% من الأخصان والأوراق رح أكثر على طعام ونكهة الزيت في مرحلة الغسل والبشري يعني صالحة للشرب ونتحقق من مصدر الماء ويجب أن يكون هناك feedback أو make-up للمياه اللي بنقص ويجب أن يكون التغيير ضمن برنامج تغيير ملائم يعني مثلا مرتين كل مرة بالشفط ويجب أن يكون هناك تفعيل لمرحل نهائي في الماء حتى أضمن نظافة الزيتون اللي طالع التلوث ممكن تكون تلوث جرثومي بيرفع عندي نسبة العمليات الخمج اللي ممكن تصير بقلب الزيت اللي ثمرة في مرحلة الجرش والعجن والاستخلاص والفصل درجة الحرارة مش لازم تكون أعلى من 32 الملائمة بين 28 ل30 المية الموجودة في الدبل جاكت علشان تسخنلي العجان ما تزدش عن 45 حتى أضمن الزيت داخل للأسف المزارعين مرات بقولك ارفعها ارفعها أكتر فممكن وصل لدرجة الحرارة 50 تالي يضرب الزيت طلع زيت عنده أكتر صحيح كمية الزيت تستخلص أكتر ولكن ليس بجودة الزيت اللي نتحدث عنها ومن إياها واللي ذكرت في القرآن وفي الحديث النبو الماء المستخدم يوافق مياه الشرب حكينا زمن العجن ما يزيد عن 90 دقيقة مين بيحدده نوعية الزيت وصنف الزيت مرات بيجي الزيت ناشف جدا نحتاج أن ننضيف عليه ماء وممكن ياخد الوقت الأطول له 90 درجة عيون الاستخلاص خطوط الاستخلاص والصحون والأبراش السترينرز بدأتكون نضيفة حيث ما تنتزي التلوث ما يصير في عندي كونتاكت ما بين المواد المتبطية مع الزيت وتالي يؤثر على جودة الزيت اللي بيطلع في الخزن الحرارة ولملامسة الرطوبة وجود الترطب الترطب اللي هو لما تطلعوا في تنكت الزيت في الآخر فيه لزج على أسود هذا هو الترطب هم في سفول بتتسربوا مع الوقت قد ما الزيت بلامسهم أو الحرارة بصير عندي fluctuation أو بلامس الرطوبة الزيت بتاعي بيخرب أو بتتلف عندي مؤشرات الجودة بتاعته وبالتالي يجب أن أخزن في مكان معتم مغلق درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية الزيت يجب أن يفصل عن أي شوائب راسبة بأي من الطرق المتداولة وينقل إلى عبوات جافة ونظيفة وملائمة يجب أن يكون هناك فحص مخبري دوري وعدم التعرض لأشعة الشمس والضوء الساطع ويجب ضبط الحرارة والرطوبة هذول أهم النقاط اللي ممكن يتأثر على جودة المنتج النهائي في الزيت شو بيصير في الزيت حيضغط يتغير عندي الطعم حتغير عندي النكهة التغيرات هذه نتركها لليوم الأخير بحكي لنا عنها سيد محمد الاعتوم لما حيحكي عن الصفات الحسية وحيقولنا أو حيذكركم أن هذه الممارسات هي اللي أساءت لهذا الزيت ونحن اللي أفسدنا بيدنا حندخل على معصر على معرض حيل الصور ثم أطلق قاعدة الأسئلة المعصرة جاهزة للعمل في نهاية الموسم المعصرة تفك ويتم تنظيف كل قطعة فيها وتأهيلها للموسم القادم أنا قلت ذكروني محدش ذكرني فأنا بذكر حالي بدي أشكر اللي ساعدوني في هذه الصور السماعين من الكرب أو مهندس نضال السماعين معصرة الطور من معان ومن المفرق فياض الزيود بدي أشكرهم أنهم ساعدوني بإعطائي الصور اللي ممكن أعرضها لكم وحيكون في عنا إيجابيات وسلبيات فإحنا هنطلع عليه كله مثل هاي طبعا صاحب الزيت هو اللي بيجبرك مرات بقولك أنا زيتي وحرفي وزيتوني وأنا حرفي بدي أحطه بشوال فإنت ما بتقدر تعمله شيء راح تعصره قد أنت أنت بتقدم له خدمة العصر لكن إذا إذا أنت بدك زيت بصفات معينة فبدك تتقيد بكل ما ذكر سابقا هذه واحدة من النقاط الهمة المؤثرة على جودة الزيت اللي هي الصناديق المهوى وغير المكدسة أوكي انتبه للطبالي إنها تكون بلاستيكية مع إنه الاشتراطات وزارة الصراعة بتقول خشب فإحنا من نتقيد إيش نسوي هذه واحدة من الممارسات السلبية السيئة اللي هي لشوالات وتكديسها لسليعة لشمال مكدسة فوق الحوض أوكي فمن هنا ننتبه لهذه النقاط شوفوا هون مثلا التكديس بنزل قاعد السائل على الأرض أوكي وبطلع من من الخيء من الشوالات والزيتون في فترات ممكن يكون مضروب بالدودة فالصورة على الشمال اللي هي دودة الزيتون أوكي فهذه برضو من الأشياء اللي ممكن تأثر على بتاع الزيت الناتج ويتضرب الطعام اللي إحنا مننا للزيت هذا الزيتون على الحوض والناقل اللي بدي يصير في عنده شفط الأوراق أوكي لاحظوا إنه الأحواض يجب أن تكون مصانة ما فيهاش صدى نظيفة لاستقبال الزيتون هنا مثلا شوء واحدة من السلبيات اللي ممكن نلاقيها لتكديس الأشوال أو فتح الأشوالات يعني فوق الحوض مباشرة ما ندرش نتحيده أنت كصاحب معصرة تقدم خدمة العصر ولكن أنتك تعرف أن الزيت اللي طالع هو زيت لا يطلع بتطلعش بصفات الإيجابية اللي إحنا نميها واحدة واحدة من العوامل اللي مهمة جداً بتأثر عجودة الزيت اللي هي عملية الغسل ومياه الغسل والثمرة كم لامست الطين الموجود أثناء عملية الغسل وقد تبقى من هذا الطين بأثناء عملية العجل فالغسال يجب جيداً أنه نضمن المية الموجودة أو الموجودة الموجودة فيها ونظل نعمل ميكوب ويكون عندي مرشات في النهاية أضمن فيها ثمار نظيفة طبعاً على هذا الخط بيكون واقف عامل بحيث إذا فتعنت على الشفات ما مسكت بعض لتوجز الصخيرة أنه هذا العامل يرفعها أوكي هنا المعصرة المغسلة ومن المغسلة بننزل للحوض اللي بدون يقول للجروش أوكي من الجرش بروح على العجان قلنا إحنا العجان إذا بتكانت مفتوحة من خاف من عملية التلوث الفيزيائي يجب أن تكون مغلقاء ممكن يكون يجي الواحد يقول لك أنا بدي أشوف زيتي جوا أو بعض المرات بيكون الفني اللي بعصر عارف أنه كمية الزيتون السيئ رح يعطيني زيت أقل والتالي مهم جدا أنه صاحب الزيت يشوف زيته فمرات من الدخل صاحب الزيت على هذه المرحلة فواحدة من الحجاج أنه صاحب الزيت بده يشوف الزيت بتاعه منقول له بتقدر أنك أنت تعمل أغطية أوكي من البليكس مقاوم للكسر الشفافة اللي بتسمح لك تشوف ماذا يحدث في العجان في الداخل هنا بيأخذ الحرارة للعجنة وقلنا مش لازم تطلع عن بعض مرات نتجاوز لـ 35 إذا منها نضمن زيت جيد لكن هي الصح حوالين الـ 28 هذه العجانات هذه العجانات واللوالب اللولب الخلاط اللي بيكون فيها اللي بعمل عملية تقليب وهي مصانة ويتم عملية الصيان اللي بعملها وهذه الفرازات النهائية اللي بيطلع منها الزيت هذا الزيت قاعد بيطلعنا من الفراز واحدة من النقاط اللي لا يمكن متحيدها ولكن على المعصرة هنا تلاقي آلية لعملية التقييد فيها اللي هي مثلا الصور الأشادية الرادعة تنسيق تفتيش والإشراف من نوع تباعد صاحب الزيت واحد أو تنين يجلسوا عن زيتهم ما أجيبش القبيلة وما أجيبش خبزي بعض الناس بيجيبوا رغيف خبز ويحطوه تحت المزراب علشان يدوءوا أول الزيت وبيجيب شاي معاه وبرادات شاي والآخر هذه الممارسات يجب أن تلغى يجب أن يكون تعليمات موثقة مرافقة الزبون تقنين الداخلين مع ممارسة الأكل والشرب والتدوق بدك تأكل في أماكن تدوق بتطلع برها وبتجربها ابقاء مرجعية الزيت عالي الجودة ضمن المعايير المقارنة للجودة هنا مثلا الخلاط قبل التنظيف وبعد التنظيف هاي المعصرة في نهاية موسمها قاعدة بتتفكفك لقطع ثم بيبدأ عملية التركيب لا تجهيزها شوفوا هنا كل شيء يتم تفكيقه ثم يتم تشحيمه وتنظيفه تغيير جلده بالكامل ترجع زي كأنها شيء جديد ثم في نهاية الموسم منغلفها للموسم القادم بقي نقطة أخيرة في بداية الموسم الجديد صحيح المعصرة جهز لاستقبال الزيتون لكن بسبب الفترة اللي طولت فيها اللي هي 6 أشهر بعد هيك إغلاق حتى أضمن المنتج يطلع صح بتكون محتفظين بمجموعة بقليل من التمر منجرب فيها الخطوط التجريبي زي كأني أنا بعمل لخطوط قبل ما استخدم الزيت وهيك بتكون هادي نهاية المحاضرة يعطيكم العافية شكرا للاستماع بأسف أنا بحكي بتركيز شوي ضعيف فسامحوني على هذا الكلام ما حبيتش أنه نعمل عملية تأجيل كامل للدورة لأنه رمضان جاي وفي نفس وفي نفس الوقت مش حابين أنه نعمل تغيير نوايا تغيير النوايا دايما نربط بالأشياء السيئة فإحنا ما بننغير النية بننظل ماشيين على سنة أنه المحاضرات تبقى في مواعيدها فأعتذر عن تأخير مبارح وضرورة البدء بهذا اليوم يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم الله يعطيك ألف ألف عافية دكتور والله يبارك فيك يا رب زملانة حدا عنده أي استفسار نقدر ناخد يعني عشر دقائق ربع ثاعة نستلم فيها استفساراتكم ومشاركاتكم بس أعمل ريز هاند حتى نقدر ننظم مجرى الدورة بشكل صحيح نفتح المجال للجميع يعطيك العافية دكتور شكرا لك كثير يعني م شاء الله محاضرة قيمة جدا يعني حتى صور الأخيرة فعلا بتوضح بالضبط يعني كيف طريقة الانتحال آه فيعني وعضوا من الله أجركم كمان مرة الله يسلمك الله يسعدك يعني شكرا لك فعلا يعني رغم هذا الضرف وأعطينا الحمد لله الحمد لله في معنى مداخلة بس الاسم آيفون الاسم نحاول نكون رباعي يعني هادي من اشتراطات الألوان البداية فآيفون يتفضل آه يتفضل زميلنا أو زميلتنا الحق عليست نبال سماعين نبال سماعين معك رئيس جمعية التقييم الحسي والمنظم لهذه الدورة مع النقر شكرا لك وصاحب المعصرة اللي أنا شكرتها علشان نصور آه ستي يعطيك العافية كل الشكر إليك للإخوان والصبايا اللي شاركوا في أعداد الدورات حقيقة أبدعتي كالعادي موضوع كان شامل طويل شوية بده تركيز على على زوم بتعب ولكن حقيقة كل الشكر إليك أنا بدي أدخل بدي أعقم على شغلات معينة بسيطة هي الـ Good Manufacturing Practices أو أسليب التصنيع الجيد هي مهمة جدا لكن إحنا إن شاء الله بالنقابة العام لأصحاب المعاصر بالتعاون مع الميرسي كور وبالتعاون مع الجمعية الأردنية التقييم الحسي الأغذية رح يكون في ومع الـ CBI حاليا البرنامج اللي ابتدأ لمدة أرمع سنوات وإحنا كنقابة وإحنا دخلنا عليه كجمعية تقييم الحسي رح يكون هناك في دورات هاي ما تفتقر لها المعاصر في أغلب المعاصر تفتقر لها إحنا أخذنا المبادرة بالتقييم الحسي ونظمنا عدة دورات بالعام الماضي وكانت هي الدورات الوحيدة بالتعاون مع ميرسي كور طبعا وهي كانت الدورات الوحيدة اللي تم إطاها للمعاصر وحقيقة النتائج من هاي الدورات بكشف قديش مهم جدا نوصل للمعرفة لأصحاب المعاصر وكذلك للمزارعيين من أجل إنتاج زيت زيتون بكر ممتاز اللي إحنا حاليا متعاونين رح نكون هذا برنامج الـ CBI الهولندي النقابة والمزارعيين والجمعية كلنا مشتركين فيه بكرر كل الشكر إليك بس في نقطة كمان بحب أنا أذكرها ذكرتي إنه على الأسطح الخلاطات اللي بتكون فاتحة في بعض المزارعين بحب بفوت ويشوف زيته لأنه الزيتون بيكون مش جيد فبيبين بالخلاطات الصحيح مش بعض المزارعين كثير من المزارعين والصحيح إحنا إنه في معصرتنا على مدار سنوات إحنا استعملناها كوسيلة تعليم وعلام وتدريب المزارع وإطلاع المزارع إنه في الفروقات بين أصناف الزيتون والزيتون اللي يستعمى اللي يخدم جيدا بالنتيجة هو بدو يطلع زيت جيد وكمية زيت جيد ونوعية زيت جيد وكل الشكر إليك وللجميع اللي شاركوا بها المحاضرة شكرا الله يساعدك شكرا 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 مهندس نضال شكرا مهندس نضال في معنا مداخلة من مهندسة ملك تفضلي تفضلي مهندس المايك معك يعطيك العافية دكتورة مي عافيكي أهلا وسهلا الله يساعدك دكتورة أسحب بأسألك لما أول إشي حكيتي عن اشتراطات المعثرة من حيث حكيتي أنه لازم يكون حواليها صور تمام فهل هذا مثلا إله شغلة بالسافتي تتعلق بالسافتي ولا فقط مثلا لأ هلا شيش نقطة حكيناها أو برتين الأمن الغذائي والأكسس كنترول أوكي الأمن الغذائي بدأ أضمن أنه ما يصير في عندي أنا أي تداخل أو تلاعب لهذه المنشآة أوكي فبالتالي أنا بضمن العبور مين يدخل مين يطلع تمام فأنا بحافظ على مقتنيات ما تكونش داشرة الشغلة الثانية بحافظ على دخول الآفات الحيوانات أي شي أنه يكون مشاع الشغلة بتكون مفتوحة أوكي فما أمكان أنها تكون الآن إحنا منقول في الاشتراطات العام من المنشآة الغذائية وقت يلزم ذلك أوكي بعضها لا يلزم بعض المنشآت يعني مثلا لما أقول أنا باك هاوس في مزرعة لا يلزم تمام لكن بعضها بجبرني أني أنا أحط صور اشتراطاتي في وزارة الزراعة قالت لازم يكون في عندي يا شبك يا صور فبتقيد تمام تمام وفي نقطة ثانية لو سمحتي لما حكيت عن موضوع الترتب أنه فوسفوليبيتز تتراكم بقاعل مثلا السنكة هاي الدكتورة بس مجرد إنها مع الزمن مثلا شوف أحكي لك شبك هلا إذا كانت المأس شوف زيت الزيتون أو خلينا نقول الزيوت النباتية في أثناء مراحل عملية تصنيحها ينجز إلها مرحلة تزال فيها كل الفوسفوليبيتز أوكي فما بتطلع يعني لو جبتي مثلا زيت جالي عندك عمرك شفتي في آخر أو سواء ما بتطلع في زيت الزيتون ما عنا تكرير هو عصر على البارد بس أنا ما بدي أدخل في الصناعة لأنه جزئيتنا بكرة راح تكون في صناعة تعريف شو يعني زيت الزيتون والمعصور ميكانيكي لكن عملية العصر بتاعتنا ميكانيكية ما عناش أي إجراءات تكرير إلا اللي هي الماء الساخن في المراحل المتقدمة زي ما أنت شفتي أوكي فهذا الفوسفولي بدل الأصل أنها تطلع بالمي لأنها أي دائبة بالمي لكن إذا كانت المعصرة مشكفه بطريقة صحيحة ممكن تطلع لي ترطب كتير كل ما كانت كفاءة المعصرة في العصر الفرازة جيدة كل ما إدرت إنها تطلع لي هذه المواد إلى بره هلأ مع الوقت ما تبقى من هذه الشوائب راح يظل يرسب في القاع فأدي لامست أدي أتلف نزيت تمام شكراً كثير إليك دكتور يعطيك العافية عافية الله يحماكي شكراً مهندس ملك في معنى مداخل من مهندس إسلام تفضل مهندس أولاً سلام أعظم الله أجركم الصوت واضح هلأ لا كان بقطع الصوت واضح الآن واضح جداً أعظم الله أجركم أختنا مي ورحمة الله عليها يعني هاي زي الوالدي الله يرحمها يا ربو يتقبلها إن شاء الله وأولاً وثانياً شكراً لهذه هي الوجبة الدسمة الحقيقة يعني في هذا الوقت العام وفعلاً بارك الله فيك وشكراً لجميع تقييم الحسي ولنقابتنا وأنت من مؤسسينها مهندس إسلام من مؤسسينها يعني إحنا حاولنا نبني يعني لبني طيب إن شاء الله وبتستمر وتكبر الحمد لله بجهود الرئيس والإدارة والأعضاء وماشاء الله عن نشاطك المميز هذا خلال الفترة الحالية والمقبلة الحقيقة إحنا بال2006-2007 يعني أول معصرة في الأردن أخذت جي أم بي لما صلنا نقرأ الجي أم بي يقول مين يطبقوا هذا وأنا شخصياً حقيقة كمهتم بالزيتون والزيت ومزارع صغير بدون الثاني بزولي من باب الزيارة عشر خمستاشر معصرة وبالتالي إحنا عنا قطاع كتير مشتهدي الحقيقة وببدل الجهد كبير ولكن ممكن مرة الإمكانيات أو قدم بعض المحاصر اللي تستدعي اللي حكيته حضرتك ما يطبق عرض الواقع بالإضافة إلى عداتنا وتقاليدنا إحنا من نروح على معاصر ونعصر زيتوننا نشوف العائلة كلها جاي الحمد لله وجايبين معهم محراماتهم وجايبين معهم خبزهم وجايبين معهم مأكلاتهم وقاعدين من أحسن ما يكون وأنا بعتبره هذا يعني موسم الحقيقة فرح لازم نستثمره بطريقة جيدة وبالتالي الدكتورة مية الله يبارك فيك اللي بقوله كالتالي أنه إحنا بحاجة فعلا إلى وقت وبحاجة إلى إلى مشاريع تثقيفية على مستوى عالي في سبيل أنه نرفع من سوية معظم معاصرنا الأولى شك أنه في عندنا المعظم أنا بعتبرهم جيدين جدا وفيه منتازين منهم ومميزين نفتخر فيهم وبالتالي بتمنى أنه فيعلي نكون برنامج مميز زي ما تفضل سعادة المهندس نضال عن مشروع يحكي عن هاي الأمور ويتقف الناس ويقدم لهم بعض المساعدة لأنه الإمكانيات مراتية اللي تكون حائل أمام تقديم الأفضل والمواصفات الجيدة شكرا جزيلا وبرك الله فيكم شكرا شكرا مهندس إسلام حياك شكرا مهندس إسلام معنا آخر معنا مداخلتين تمام ناخد مداخلة من مشاركة من مهندس يزيد تفضل مهندس المايك معك مهندس يزيد أماما مهندس المايك معك أماما مهندس المايك معك واضح الصوت وعليكم السلام وحتل أرى كاتو شكرا للمشاهدة نبال البلدي ورصائي ما هي علاقة الزمن اللازم للعجن من سؤال الأول نحن عرجناها وحكيناها من ضمن الزادات السابقة أنه لازم أكون مقيد بزمن ما يزيد عن حد معين معاي 45 دقيقة 90 دقيقة ماكسيمم أكثر من هيك بصير في عندي تلاف أو خلينا نقول سبويل بالقواليتي أتريبيوتس أو بالصفات الحسية بتاعت الزيت هلأ ليش صنف عن صنف بتغير لأ أنت عب تقول صنف فريتي تغيرت وبالتالي المحتوى من الألياف مع المي مع البوليفينولز مع كمية الزيت ارتباط هذه الأنسجة مع بعضها أوكي كليتها وكمية الرطوبة الموجودة في الثمرة كل هذه الأمور بتخليني أو بتخلي الزمن بتاع العجن يتغير معي بناءً على هذه الصفات فوضع طبيعي أنه يكون التغير بسبب الصنف في كمان شغلة تانية الممارسات أثناء الزراعة الشجرة إذا تعرضت للجفاف أو لحرارة عالية أو لموسم القيض اللي بيسموه هلأ هنا في عنا بوزارة الزراعة بيطلعوا في برامج توعية للمزارعين لما يكون في عندي موسم القيض عالي بعطوهم أنه ها هنا لازم انقبتسوا مرات الثقافة بتاعة المزارع بقولك لا زيتي أنا بعل ما بصير أنا أسئي بس أنت عم بتضر الشجرة وبالدر الثمرة فهذه الممارسات في الزراعة الإرشاد اللي بأخده هذا الشخص تقيدوا بهذه البرامج تعطيني برضه أو بتأثر على الخصائص اللي بتكون في قلب الثمرة فلما تيجي الثمرة عندي جافة جدا أوكي فأنا بضع أضطر أعطيها مي تمام هلأ هنا زدت أنا مساحة الوقت وزدت وزدت كمان تأثير الحرارة والكونتكت والشغلة الثانية نفس الصفات الموجودة في قلب الثمرة أصبحت مختلفة سؤالك التالي سؤالك التالي نعم صحيح الأردن مشكلة نحن الإنتاج الزيتون عشان نحصى الإنتاج أكبر وأضمن وآمن إننا تقيبا مع عادة ستمائة مليمتر في السنة هاي النقطة الأساسية وكاننا صحيح أن الرأي الأخير أو رأي التكميل للمناطق البعالية أو مناطق المروية صحيحة هي إجابة شكرا هاي نور ملاقظة سؤال الثاني عفوا بتعلق في درجة حرارة الماء عند خسل بعد العملية مرحة الحوض كم دل حرارة بيبطدل هل ماء ساخن عند الغسل عند الغسل عند الغسل نعم ماء عادي درجة عادي مش حرارة ولا بعد لا لا بالعكس إذا كانت حرارة إنت ممكن تسرع مع وجود الطين والأوساخ والآخرة ممكن تسرع النمو الجرثومي صحيح لأنه صراحة أنا لما شدت أكثر من معاطر أنا بشغل معاطر عقوان أنا كنت متدرب الوضاة الزراعة مع الأحصار الزراعية أكثر من ثلاث سنوات الماضية لكن للأسف المعاصر أغلب الأردن حتى مناطق الوسط مناطق الوسط مش مقيد بموضوع اللي تتكلم اللي حنت حكيتها اليوم بالمحاضرة من موضوع النظافة من موضوع حتى موضوع طبائل الخشبية طبائل الخشبية كان طحيب من وضاء الزراعة متوصية لكن يفضل أنه بلاسيكية يعني هالنقطة الأساسية وتاني شغلة أنا مش مع الموضوع إنشاء المعاصر نحن مش كنا المعاصر بأردن تقييم 100 ساعة بمهارة في أردن موضوع يعني نحن بأردن أن يكون في تقوير معاصر وليس تأسيسها أو إنشاء معاصر جديدة لأننا نحن بالموضوع على أردن عفواً نقعدنا على الموضوع كثيرة معاصر الأردن بشكل عام نحن نحن موسمها تشغيلة تقييم شهرين ونصف أو ثلاثة شهر عكس المناطق الأوروبية الدول الأوروبية والدول الدول الدول والدول اللي يونان تقييمة خمسة أشهر موسمها فنحن مشكلتنا عدل معاصر أكبر من معادل ميصر ومن معطلب موقات تقييمة حوالي كم مليون تقييمة 30 مليون شدرا؟ تقييمة 30 مليون شدرا؟ تقييمة 30 مليون شدرا وأنا ما أتوقع ذلك الرقم الرقم أعتقد هكذا الرقم عدل مزارع زيتون الأكبر لكن عدل معاصر أكبر من نسبة المزارع أو الإنتاج الأردن إن هل تكلم الرقم نحن عالمياً سابع عالمياً أو سامن يعني شوف طول ما فيش سياسة لكلام فإنت ما بتقدر إنك إنت تيجي تقول إنه أحط معصرة أولى طول ما فيه عندي ما فيه سياسة التقنين معناته يعني أوكي هي توصية ممتازة ولكن بدها دراسة بحيث لا أقول لك من حقي أنا بدأ عند زيتوناتي وبدأ أعمل معصرة للزيتوني فهمت علي؟ صحيح صحيح وشكرا على الإطارة سامحنا الله يساعدك حياك آيفون مرة ثانية مرافع الإيد مهندس نطال فيه شيء؟ خضر المهندس نطال خاصة الأسئلة اللي ذكرها الأخ أسئلة ممتازة جداً وجوابك صحيح إحنا سوق حر الاستثمار مفتوح بالنقابة حاولت إنها تطلب من وزارة الزراعة إنها توقف إنشاء معاصر جديد لمدة خمس سنوات والتركيز على المعاصر القديمة لكن تم رفض الموضوع والسبب بسيط جداً إنه إحنا بلاد مفتوحة الاستثمار مفتوحة الاستثمار مفتوح فيها ولا يمكن تقييده أو تحديده هذه النقطة أنا بدي أذكر أشكر أخوي إسلام وكمان معلومة للجميع إذا ما في تخطيط سليم ما في تخطيط ما في نجاح إحنا نفتقر كنا وإلنا سنوات لليوم تقريباً ما في معلومات على المعاصر الموجودة فيها ولا دراسة على واقع الحال مشان الدونرز اللي بيساعدوا القطاعات هذا القطاع بالذات قطاع الزيتون والمعاصر المانحين يوجهوا وين يوجهوا المساعدة الصحيحة لذلك أخذتني شخصياً طبعاً باسم النقابة ولكن شخصياً إن كانت الفكرة أو المتابعة بحدود سنتين إلى أن تمكنت من أن أجد ممول لدراسة واقع الحال وكان الممول هو الفاو والفاو لا يتعامل إلا مع الحكومة وأخذتنا بحدود ست سبع شهور ولحد ما الله يسهل عليه معالي الخرابشي وزير الزراعة ووقع لي الكتاب ووافق لي وتم إنزال عطاء لهذا الموضوع وتم الدراسة تم زيارة 130 معصرة من 136 معصرة وتم طرح دراسة كاملة لواقع الحال وأنا أعتقد خلال نهاية أربعة بداية شهر خمسة كل النتائج بتكون طالعة وبيكون فيه classification أو بيكون فيه بالدراسة واقع الحال بتتصنف المعاصر من A, B, C, D وبهاي الحالي بيكون واضح وين المعاصر اللي قردي مش بحاجة لمساعدة المعاصر اللي بدها أبغريد إش بسيط والمعاصر اللي لازم المنح تتوجه إلها لأنه بدها إعادة تأهيل كلياً وتطوير كلياً وهاي النقطة مهمة وحبيت أنا أشارككو فيها أعطيكم العافية إن شاء الله إن شاء الله أنه مشروع يكتمل بهذا الطريقة شكراً انتهى ستة أنا باعدك وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى معناته إن شاء الله خلينا أستعمل أستعمل المصطلح الصحيح إن شاء الله يكون في عنا sustainability لهذه القطة المشكلة من نفدش وإذا نفدنا ما منعملش sustainability لا ستة أنا بدي أزيدك ستة شغلي الصحيح الـ USA they are allocating 50 مليون دولار الأوروبيين فيه كمان فيه أكثر من مشروع والوكيتنج له كذلك الأمر مصاري قطاع الزيتون الـ CPI هذا مدته أربع سنوات وهو أردي حددوله يعني بحدود 24 معصرة 20 معصرة مزارعين فيه استثمارات كبيرة لتطوير هذا القطاع وفتح أسواق له لذلك أجت بالوقت المناسب الدراسة اللي تمت والحمد لله أنجزناها وبس هل فقط أعلان النتائج هاي رح تهي تكون الـ رودماب لكل الدونرز ولتطوير القطاع مهندس مهندس نضال اسمحلي أقدم فكرة شفت نجاحها في اليمن عند المراكبية اللي بصيدوا سمك فإذا تبنتوها بتكون روع هدولا المراكبية بتاعهم سياد السمك اللي هم القوارب الصغيرة الحكومة بدت تصرف لهم قوالب تلج مجاني عشان الله ما تطلع بهالقارب خد مع القالب تلج مهو مجاني أوكي فبدوا ياخدوا قوالب التلج وصيدوا وحطوا السمكات على التلج وصل للشطوة إلى آخره سنتين متواصلات طبعا في خلال السنتين شافوا الفرق شافوا أنه سمكهم مش بتلف جودة المنتج البيع بتاعه على المزاد إلى آخره بعد سنتين فرضت أنك بدك تلج بدك تدفع طبعا هي اليمن كلها خربت بعد هيك بس أنا بحكي لك على التجربة نشحة قبل قرارب البلد كلها تمام بعد هيك قالوا إحنا من نبيع التلج بيع هلأ المزارع السمكات الصياد من المزارعين يعتبرون الصياد أوكي فهم إيش أهمية التلج لقيله في قاربه فصار هو متاح صار بده يدفع مقابل جودة المنتج بتاعه فإيش المانع إن لا يصمهاو أوكي آلية إنه يصرف لا الزارعين وين ما كان أكياس صنضيق سوري صنضيق مهووا وبطلو لنا كياس الزبالة وبطلو لنا كياس الخيش إذا اعتادوها وأصبحت بالنسبة لإلهم عادة إذا استنوا هذه العادة وارد جدا إنه فعلا ثقافة الخيش هذه تطلع خالص من العملية العصر أنا معك ستة بعض المعاصر حاولت إنها تطبقها في النتيجة كان في خسائر إنه إش يروح وما يرجع آه ينسرق آه لكن حاليا أنا أنا يعني ببشري حاليا هذا موضوع مهتمين فيه في برنامج الـ CPI وإله استراتيجي خاصة فيه وإن شاء الله إنه الآليات بتكون موجودة خلال سنة الزمان الاستراتيجيات حاليا قاعدين بنحقها إن شاء الله إن شاء الله خلال سنة الزمان بتكون الأمور بتكون الأمور جيدية يعني إحنا الحكومة تساعد والله أنت عارف والله أننا في بلد وعنا إنسي أمرنا نقوم الحكومة إيشي الكثير خير اللي يساعدونا في عنا ناخد الأسئلة ورئيس هند لما تبقى لدينا من وقت أوكي الله يساعدك الله يساعدك أبركان الله يحماك شكرا جدا لجهودكم عن جد شكرا مهندس نضال رح ناخد آخر مداخل من مهندس روبا تفضل المهندس المايك معك يعطيك العافية دكتورة العافية قلبك يا رب يساعدك يا روبا حياك عظم الله أجركم شكر الله وسعيكم يعني ما شاء الله عنه المهندس نضال كفة ووفة ما قصر ما قصر آه طبعا وكلامه يعني يعني هو حلم وبلشنا نحققه وإن شاء الله ما بتضافر كل الجهود بنقدر نحقق إشي وفي كمان عنا يعني إحنا حطين بلان من دمن السي بي آي وإن شاء الله يساعدون فيها وإذا ما ساعدون السي بي آي حنروع جهات ثانية نعمى البنك للسناديق الحقلية يكون موجود ويكون موجود ويكون للمزارعين يأخذ يمكن يكتب أي شغلة بدل إذا ضاع أو ما ضاع أولها هيك وبعدها الأمور بتمشي بس مشكلتنا إحنا المزارع إذا ما شاف عائد مادي ما بيطور يعني إذا تركت الزيت رح تنباع جيدة ولا سيئة بنفس السعر ما رح يغير ليش بيضي يغير مدام هو عم ببيحها بـ 80 و90 وإذا حسن من جودتها رح تضلها نفس السعر كمان لازم برضو نشتغل على هذا الزيت ينباع ويتصرف ويتصنف وينحط له سعر حسب جودته ساعتها بيعرف إنه أنا الزيت جودته عالية سعره أغلى ساعتها هو بيدفع أو بحاول يطور حاله عشان يأخذ السعر الأعلى بس مدامنا ضلينا إنه زيتنا الإكسترا فيرجين والفيرجين والأورغانيك بدو ينباع بنفس السعر ما رح نقدر نغير نعم صحيح نعم صحيح تسلمي تسلمي ربا ناخد الأسئلة يا صفاء علشان في عنا سؤال عشات ممكن بدي أسأل كيف ممكن أعرف درجة الرطوبة المناسبة داخل صلة الإنتاج بيكون في عنا إشي زي ساعة زي ميزان اسمه هاي جرو ميتر هاي جرو بجي جا هاي جرو ميتر بإسلي مباشرة قدت الرطوبة الموجودة في الصابق فأنا بوزع طبعا بوزعه بطريقة مثلا بمنتصف أو أكتر من مكان وباخد أفرج من الأماكن والجهاز مش غالي يعني بالظبط زي ميزان الحرارة بس شوي أغلى أو فيه كمان بيكون ميزان حرارة مع هاي جرو ميتر التنين مشبوكين مع بعض بعطيكي حرارة وبعطيكي رطوبة معنش ليش افترضت إنه السؤال من بنت فسوري إذا استعملت لا هو الاسم جاركسي جي سيكس يعني ما في اسم فما بعرف إنه هل هو مهندس أو مهندسة بس السؤال كان بحكي ما هو الرينج نفسه آه اسمها أسيل صح بنت ما هو يساعد قولك إحساسك يا جاني إنه واحد اللي سألت ما هو الرينج المناسب لدرجة الرطوبة داخل صالة الإنتاج ما يقلش عن السبعين مئوي ما يزيدش عن خمسة وتمانين سبعة وتمانين مئوي بعد هيك تنخني أصلا بأكتر من هيك وأقل من هيك بصير عندي الأتريبيوتس حتى بتتغير لنفس المواد الأولية اللي أنت بتسأل المواد التعبئة والتغنيف اللي أنت بتكوني حاطط فيها والمادة الخام الأولين موجودة معك بالصالح يعني ما يزيد عن سبعين ولا يقل عن إيش ما يقل عن سبعين درجة مئوي ما يزيدش عن خمسة سبعة وتمانين لبنية آه ما يزيد عن سبعة وتمانين لا يقل عن نعم يعطيك العافية دكتورا هيك أتوقى خلص الأسئلة معي ما بحب إذا حدا تاني هي ضايل عنده سؤال أو ألا إذا عندك حدا شايفتير رافعيت أو إشي في مختوب السلات المهوى فقط عشان نخفف تكديس الزيت زيتون السلات الجواب لا السلات المهوى مش قصة تكديس الزيت منخففه لأنه حتى السلات المهوى من أن نتقيد بارتفاع محدد يعني ما بيجيب ما بصير أجيب مثلا سلة قد للغرفة وأمليها زيتون لأنه ارتفاع الزيتون في بعضه أوكي والزيتون ثمرة تتنفس حتى بعض القطاف فالتنفس راح يعمل عملية أكسدة أوكي التكديس راح يعمل أكسدة وعندي تخمر يعني بد يكون عندي أكسدة بوجود أكسوجين وتخمر في الأماكن اللي ما بوصلها أكسوجين أوكي والحالتين نضرب فيها نوعية الزيت ففكرة السلات المهوى حتى يعملك اختراق للأكسوجين أو للهوى بين الثمر أوكي وهو موجود في هذه المساحة اللي إحنا قيادناها تمام ننتبه أنه سلة مهوى لا يعني نكدس وبالتالي من ننتبه للارتفاع كمية الزيت اللي فيها وأديش الزيتون اللي من هنحطه على بعض عند ترتيب السلال أوكي يعني ما بصير أحط شاحة من سبع سنة ديقفه بعض أربعة وكل واحدة بد يكون ارتفاع فيها حوالين ستين يعني لازم يكون مناسب إن كان سلال أو هك برضو رأي هذا الإشعر شمايخ ربا أما في حالة مثلا الكياس والإشولات فوق التكديس عندي مشكلة عدم التهوية اللي يخلق الظروف المناسبة لعملية التخمر زائد رفع الحرارة اللي هي بصير زي كأني أنا حارق الزيت حارق أو شاعطه ومساقه أوكي هلا هدولة تنينة الشغلات بتضرب نوعية وطعم الطعم ورائحة الزيت لما نروح على الصفات السلبية راح تاخدوا تدريج الصفات السلبية وراح تاخدوا كمان شو العوامل اللي بتحفز هذه الصفات السلبية إنها تكون نوجودة المهندس أسير برضو بتسأل إنه بنسل الرطوبة بتحكي لك إن الرطوبة 87 كتير عالية صح؟ ما بقول لك بعدها بتصير تنخيني يعني بتصير إنه ما بتدري أتوقع وصلتك المعلوم بتحكي لك فيه مرجع معين نعرف فيها نسبة الرطوبة المناسبة داخل صالة الإنتاج يعني توقع هذا السؤال العام مش بس لها أي كتب تصنيع تكون موجودة فيها طبعا خليني أقول لك شغلية مع إنه الموضوع آت أوكي لكن شراطة بعض المواد الغذائية تستوجب وجود رطوبة أكتر من تسعين أوكي يعني مثلا ما نضضج جبنة جبنة لمعرفاني أنا بدي ظروف الصالة التنضيج تكون عندي الضرف فيها كتير عالي من الرطوبة حتى يصير عملية النمو العفلي أوكي بينما لو أنا في مطحنة وبدي أستخدم حبوب أكتر من 75 بيبدأ عندي التقاط هذا المية اللي بتكون بالجو وبصير عندي تكتل في المادة اللي أنا بدي أعملها تشفيف وهكذا فهو المنشأة وطبيعة العمل فيها ونشاط فيها بحدد لك إيش طبيعة الرطوبة إن شاء الله أنا تكون وضحت وضحت إن شاء الله وبتحكي لك برضو بالنسبة للتكديس إن وضحت المعلومة يسلموا كتير دكتورة هلأ بشكروكي وإن شاء الله بسأل عن المحاضر بإن الله رح تنرسل في سؤال لا إنه في مجال بيحكو لكم تكون المحاضرة على سبعة ونص عشان الصلاة هاي يعني الأمور الفنية والتقنية عند هلأ قريدي إحتمنا نعمل بريك فبالتالي رح نطلع للصلاة بس لو أجينا نقول سبعة ونص وفي عندك بريك معنا وفي عندك أسئلة رح تسحد معاكي نص ساعة وطالع وبعدين بالذات لما تدخلوا على الصفات الحسية فإحنا ما بضمن إنه الوقت ممكن نتجاوز في عشرة فعشان هيك يعني خلينا نقول إحنا منبدأ سبعة نترك في نص الوقت للصلاة والوقت صيفي نترك للصلاة ونرجع هلأ الزيت السليق وإلى آخره نتركه لأمحمد لعتوم احتفظي بهذا السؤال عشان لما توصل إلى محمد لعتوم باليوم الثالث تسألي مؤسري مهندس أسامة مهندس أسامة الزيود يوم بعد بكرة بتكون معنا والسيد محمد لعتوم هو رح يجاو إيش كان سؤاله بس تتذكري دكتور ربزر ما رأيكي بالزيت السليق زيت السليق هلأ هون أنا دخلت على شيء بيأثر على الـ Quality Attributes أنتوا لاحظوا أنا قلت لكم عوامل بتأثر على الـ Attributes بس ما جبتش سيرة أي إشي من الـ Quality Attributes لأنه رح يكونوا عندي محاضرين الاثنين رح يحكوا بإسهاب أكتر طبعا الدورة مهيئة أنا عارفة أنه مهندس نضال كان بيقول أنه عزومه كتير إحنا من الأصل إن هالدورة تاخد 12 ساعة بس منها نحاول نخففها عليكم ونعطيكم ياها بهالطريقة هذي علشان ما تكون كتير وربعض وفي نفس الوقت تاخدوا شهادة بالنقاط لـ 12 ساعة حتى تخدمكم بالنسبة لنقاطكم خصوصا للناس اللي بيدوروا على شهادة بدها تساعدهم في السي في بتاعتهم أو في النقاط في سمرة في عطيقها آه بتحكي ممكن تختلف كمية زيت من معصرة لمعصرة أعتقد هذا سؤالها لا سندوس هاي ما بعف سمرة سندوس ممكن تختلف كمية زيت معصرة معصرة الجواب يس حسب الإفشينسي هلأ لو كانت المعصرة تشتغل بكفاءة عالية وصحيحة وما بتهربش المفروض يعمل الشغل يكون صح لكن شو هن التقاني بيشتغلوا فيها وهل هي double phase ولا three phase وهل رفعوا حرارة ولا ما رفعوا حرارة أكيد كمية الزيت بتها تختلف أوكي لكن لو أجينا قلنا وحدنا المعايير كليتها المفروض لا إذا كان نوع الثمر واحد وحدنا معايير العصر ونوع الماشينس فالمفروض إنه لا يعطيكم العافية ضلت سمر أو أنا شفت سمر أو شفت إيد سمر وبعدين كانت سمر زملانا حدا عنده أي استفسار قبل من هنا سؤالين سريعات وبعدين خلص بعد دول سؤالين في مهندس الصفاء تمام آخر إشي شو تأثير آلية العصر على نوع التجهد هلأ في عندك شي بقولوله توفيز وفيه تريفيز تريفيز أنا بعصر وبطلع معاي عند الديكانتر بطلع الجفت اللي هي المادة الصلبة وبطلع معاي السائل مع الزيتون مع الزيت وبطلع الزيت بعصره لو المي بروح مسربها للزيبار والزيت بطلع من مسرب ثالث هلأ لقيوا إنه هاي الآلية عندها إمباكت سيء على البيئة أكتر لأنه بتطلع عندي مياه زيبار أكتر وكل ما طلعت مياه زيبار أكتر كل ما أنا قاعد بوجه علامة السفام كبيرة بالبيئة بخرب بالبوليفينول العالية وباليات إنه كيف ده أتخلص من هاي المي بالإضافة التأثير على كمية العصر بالإضافة على كمية أوجودة المنتج العصر الثنائي أو التوفيز الإيفيشنسي بتاعت الزيت أعلى بطلع زيت أكتر مية الزيبار أقل الجفت بطلع مويستد أكتر وبالتالي بيكون في عندي إيفيشنسي من آلية التداوله لاحقا هل يؤثر فلترت الزيت عصفاته الحسية؟ الجواب نعم صحيح لأنه كل ما كانت عندي شوائب أعلى بالزيت كل ما كان في عندي كونتكت من هذه الشوائب مع الزيت أكتر فحسب نوعية الشوائب إذا كانت مي رح يصير فيها هيدرولوسيز إذا كانت مثلاً مواد فوسفول اللي بدية رح يتأثر على الطعوم وهكذا فوضع طبيعي نؤثر عشان هي كل ما كانت الإيفيشنسي بتاعة العصر أفضل كل ما أنا عملت والتي للزيت على مدى أطول أوكي لأنه بعد أربع خمس ست أشهر إذا كان العصر صح بتضل الأتريبيوت صحيح بتقل لكن بتضل الأتريبيوت ستاعة الزيت صحيحة أو قومي يحطيك العافية دكتورة إلا الآن أعتقد إن المهندس نضال بدو يحكي إشي عن تو و تري فيز فالصفاء اسمحيلو لأنه هذي نقطة كتير اتفضل نوع اتفضل المهندس حزرت صح الدكتورة حرفته حزرت أنا جيد وشالك حالا الثري فيز سيستم انتي يونيد وني كيوبك ميتر متر مكعب من المي مشان تو بروسس طن واحد من الزيتون نعم صحيح التوفيز سيستم انتي يوريكوا يرز اللي بحتاجوا خمس وعشرين بالمية من متر مكعب من المي إلى واحد طن من الزيتون لذلك الاستعمال لما يكون ثري فيز سيستم زيوت الطيارة والبوليفينوز تطلع أكثر بنغسل مع المي في الثري فيز سيستم بتكون تركيزها أعلى لذلك هاي كلها الأنتي أكسيدنس وبتحفظ جودة الزيت بيكون أعلى هاي نقطة رئيسية اللي فضلت فيه دكتورة اللي هو العملية التصنيع شوفي مهم جداً بعملية التصنيع الجيد إنه المكبس والفرازي بالذات يكونوا في أفضل مستوى لهم ويقول لازم يناعمل لهم صيانة دورية وصيانة يومية وأسبوعية وشهرية خلال الموسم هلا إذا أصحاب المعاصر أو بالمعاصر بتنفذ هذا الكلام حسب شروط ومتطلبات مصنعين خطوط الإنتاج معناته إحنا في السليم والزيت اللي موجود بطلع يعني ما بتخرب مع الجيف إلا الكميات اللي مسوح فيها أعتقد 3 إلى 4 أو 5 بالمية في أقصى حد وهاي إشي طبيعي في كل أنواع المعاصر بالسنترفيوز سيستم لذلك المعصرة اللي هي زي ما تفضلت الدكتورة خلال الشرحة المعصرة الانظيفة الكويسة اللي بتعمل مينتنس بتعمل صيانة وصيانة دورية وصيانة بعد نهاية السنة وصيانة بالبداية وعيارات وتجريب وعلى أسوس علمية هي المعصرة اللي بتنتج الزيت الأفضل للمزارع وينما كانت تكون بأي منطقة بالعالم وشكرا يعطيك العافية مهندس شكرا شكرا عافية يعني معلش أخوانا أخواتنا مهندسين ومشاركينا في الدورة يعني اخرنا كثير على دكتورتنا ومنعتذر كثير على إطارة دكتورتنا مي والله يبارك فيك ورحمة الله على نتوفي وينزل عليها ساعة ورحمة ربنا الله يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله غدا نستكمل دورتنا بدورة تقييم الحسل لزيت الزيتون غدا رح تكون مع المحاضرة مهندسة سمر المؤمن إن شاء الله على نفس الموعد من الساعة السابعة للساعة التاسعة خلالها إن شاء الله رح نستقبل استفساراتكم لما تبقى إن لازم الأمر مهندستنا دكتورتنا إن شاء الله يعني إحنا رح نبعث المادة التدريبية فإذا اتكرمتها رح نبعثنا إياها على الواتساب لحتى نشاركها مع زملان عائل الجروب إن شاء الله ووقت عليك بارك الله فيكم ومشكورة لجهودك دكتورة مي الله يعطيك عافية